ثمانية أشخاص من أسرة آلب من إخوة الأمير عبدالوهاب وابن عمومته حين رأوا عبدالوهاب ابن عامر قتيلا عافوا الحياة فقتلوا عن بكرة أبيه الأمير سيد المسلط لم ينتصر في معركة دعاتي وادي عتود وأنا دايما أقول ما لدفن الأتراك دفن في خطاب له أرسله إلى إلى أحد عيان الحجاز فيقول أما الباشا وبلهجته الدارجة فلا نرى الخط له وجه يعني لا نرى أنه نراسله الخط له الرسالة لا نرى الخط له وجه لأننا لا نعلم أن له من المطالب شيئا فإن كان مراده العافيه والسكون فيخلينا ويخلي سبيلنا وإن كان مراده يوازينا على طوارفنا يوازينا على طوارفنا طوارفه طوارف الأمير سعيد هي أبيشة منطقة شمال عسيد وإن كان مراده يوازينا على طوارفنا ويريد الفتنة فنستعين عليه بقاصم الجبابرة فهو يكفي من توكل عليه وحسب الرواية الموجودة بأنه هكذا في الوثيقة بأنه بسق في وجهه لكن يحدث ما يقلب المعادلة بما شاء اللي حصل أهلاً هذا أفنجان من ثمالية وأنا عبد الرحمن أبو معبح وحدة من الأشياء اللي نشتغل عليها في ثمانية هي شرح السياقات التاريخية للبلدان العربية وشرحنا في عدد من الحلقات عن تاريخ السعودية وجزيرة العربية والتاريخ السياسي لدول الخليج العربية والتاريخ الاقتصادي لهذه الدول وشرحنا سياق للصومال واليمن والسودان ونعمل على شرح كل الدول العربية من الأماكن اللي تهمني جداً هي الدخول في شرح السياقات التاريخية بشكل أعمق للمناطق السعودية لأنها غزيرة ومثيرة ومثرية وأحياناً لما تزوم شوي تشرح تفاصيل جديدة ومهمة وبعد إن شرحناها نجد فيه أكثر من حلقة ودينا انتقل إلى منطقة أخرى المنطقة اللي أنتمي إليها وولدت فيها منطقة عسير ما هو تاريخ منطقة عسير قبل الدولة السعودية الأولى من كان يحكمها من مذهبها وما هي مكونات المجتمع آنذاك كيف كان المسهد الثقافي العلمي خلال الثلاثمائة عام الماضية لماذا منطقة عسير حضرت فيها القرية أكثر من القبيلة كيف تعاملت مع الغزوات والمعارك العثمانية على المنطقة كيف تشكلت الجيوش للدفاع عن عسير وكيف انضمت تحت كنف الدولة السعودية الأولى بعد سقوط الدولة السعودية الأولى كيف تأثرت وكيف تعاملت مع استمرار الهجوم العثماني الهجمات العثمانية اللي استمرت لأكثر من مئة عام من الاستيلاء والتحرير وكيف كانت علاقة عسير مع جيرانها حيث أنه عسير كانت البوابة للدولة السعودية الأولى والثالثة في إدخال الحجاز ضمن السعودية ما دور رجالات عسير وطبيعة العلاقة مع أمرائها وأئمة الدولة السعودية والملكة عبدالعزيز في جهود توحيد للمملكة العربية السعودية حلقة غزيرة مع ضيف غزيرة المعلومات دقيقة تأريخ واسعة المعرفة الدكتور علي القطب أستاذ مشارك في التاريخ الحديث في جامعة الملك خالد قبل أن نبدأ عندنا 22 دولة عربية وودي أشرح كل دولة مشاركوني أسماء من بلدانكم يساعدوني على شرح السياقات التاريخية الاجتماعية لهذه الدول ودي أعرف أكثر الكل يحتاج أن يعرف أكثر شاركوني هذه الأسماء على بريد البرنامج فنجاناتثمانية.com فنجاناتثمانية.com أما الآن لنبدأ كيف شفت لقاء الدافر مع الزلفة والله إحنا كنا نتناقش أنا أخي طبعا أنا تربطني به علاقة وطيدة أبو خالد له فضل على المنطق فيما يخص خاصة أنه نقل تاريخ عسير من التاريخ العادي المكتوب إلى البحث الأكاديمي لكنه ما وفق في مسائل كثيرة لأنه انطلق من حين كان يسرت أو يقارب الموضوعات تاريخيا كان ينطلق من خلال منطلقات قبلية أو كانت القبيلة حاضرة في ذهنه ونؤكد يعني منك كباحث متخصص في هذه المنطقة وفي مناطق جنوب والجزي العربية أن تاريخ المنطقة منطقة عسير لم يكن قبلية ويش هو إذن قبلية تاريخ بشري عادي تاريخ بشري تتفاعل فيها أشياء كثيرة جدا ليست القبيلة هي الفاعل الرئيسي والأبرز والنهائي في المسألة حتى الإمارة أو الإمارات السياسية والسلطات السياسية التي تعاقبت لم تكن تنطلق من منطلقات قبلية أجل لا هناك قراءة مغلوطة بتاريخ المنطقة هناك قراءات الآن موجود في المنطقة مؤثرات كثيرة من أهم المؤثرات الموجودة في منطقتنا المؤثر مثلا القبلي أو العشائري مشكلة تاريخ المنطقة بشكل عام تاريخ منطقة عسير أنه يأخذ من خلال أبعاد إما بعد قبلي أو بعد عائل وهذا بالنسبة بالنسبة لي أنا كباحث غير دقيق وأظنه مجافي للحقيقة التاريخية في طوال تاريخ منطقتنا أن تاريخنا لم يكن تاريخا قبليا محظا أو ينظر إليه على أنه تاريخ قبليا محظا المجتمع حتى المجتمع أصلا المجتمع كان قرويا أكثر من كونه قبليا المجتمع كان متأثرا بدرجة كبيرة أو كان المحور لدى الفرد في منطقة عسير هو قرية أكثر من قبيلة والقرية مكونة من إيش مقبيلة في الأصل ليس بالضرورة ليس بالضرورة مجموعة عوائل فيها كثير من الناس الطارئين عليها ربما فيها كثير من الذين نسميهم طبعا مجتمعنا لا يعني أنه مجتمع ملائكي مجتمع طبقي مثل كثير من المجتمعات العربية فيها أيضا فئات مهمشة أو هامشية لكن في نهاية المطاف مجتمع قروي معجون بأرضه لم يكن قبليا بالدرجة التي نتصورها الآن والتعامل معها على أنها مثلا خاصة المكونات القبلية الضخمة في المنطقة التعامل معها على أنها كتلة صلبة واحدة غير دقيق وغير صحيح لأن هذه الكتلة الضخمة جدا تتمدد على منطقة جغرافية شاسعة ما بين نجود شرقية إلى جبال عالية جدا اللي هي جبال السروات أو المتن السروي إلى السهول أو الأغوار التهامية وبالتالي كانت ثقافتهم مختلفة تماما عن بعضهم البعض وكانوا متميزين عن بعضهم البعض إلى درجة أنهم مختلفين في أشياء كثيرة حتى في اللهجة حتى في الأزياء حتى في الذاكرة في الذاكرة الشعبية حتى في أمور كثيرة التعامل مع تاريخ منطقتنا من خلال أن هذه المكونات القبلية كانت كتلة واحدة غير دقيقة غير صحيح أبدا طب لما نتكلم عن أسير أريد أن نحط بعض الأساسات أعطني حدودها الجغرافية أولاً في نقطة مهمة جداً أن أسير لها دلالة ليست دلالة واحدة ليست دلالة جغرافية واحدة هي لها دلالة جغرافية ولها دلالة قبلية الدلالة الجغرافية موقع جغرافي أو منطقة جغرافية شاسعة أصبحت عرفاً أنها تمتد من ظهران إلى ظهران هذا في الوعي التاريخي في الوعي التاريخي الحديث لأنها منطقة شاسعة تمتد من ظهران إلى ظهران ومن الشعفي إلى السعف كما يقال الشعف اللي هو الجبال العالية ما يسمونها بشعوف وهي فصيحة والسعف يقصدون بها تقريباً منطقة بيشة النخل الموجود في بيشة هذه الدلالة الجغرافية وهي دلالة ليست ثابتة بطبيعة الحال ليست ثابتة لكن هذا ما استقر في الأذهاء هناك دلالة قبلية وهي تعني مكون قبلي ضخم موجود في عمق إقليم عسير أو في عمق منطقة عسير يضم حوالي تقريباً عشرين فرعاً قبلياً يضم حوالي عشرين فرعاً قبلياً أربع قبائل أو أربع فروع قبلية كبار في السراء وحوالي تقريباً ربما تكون أكثر من خمسة عشر فرعاً من الفروع القبلية في اتهامة تمتد من مدينة أو محافظة الدرب حتى تقريباً قنفذة أو شمال منطقة اتهامة عسير هذا المكون القبلي هذا المكون القبلي ودلالة المسمى دلالة عسير القبلية هي جاءت من خلال هذا المكون القبلي في الأساس والدليل على ذلك أن ابن الحائك الأحمداني في صفحة جزيرة العرب حين ذكر أو حين مر بمنطقة عسير ذكر عسير بدلالتها القبلية ولم يذكرها بدلالتها الجغرافية يقول بالنص بالحرف بأنها قبيلة يحدها من شاميها أي من الشمال رأستيه وهذا التحديد لازال إلى اليوم موجود وثم ذكر أوديتها وذكر مواطنها وديارها التي لازالت حتى اللحظة موجودة وهذا في القرن الرابع الهجري يعني قبل ألف سنة وذكر حتى مدينة أبا نعم ذكر الوادي فالدلالة القبلية هي الجذر ثم لأسباب تاريخية طبعا وتطورات حدثت خرجت دلالة أو خرج انزيح دلالي التجه إلى الدلالة أو إلى المسمى عسير بدلالته الجغرافية وتفصيل ذلك أنه مع العصور الحديثة وحين قامت العديد من السلطات السياسية المتعاقبة كان أكثر أو كل أو جميع أمراء عسير كانوا من هذه القبيلة هذا المكون قبل سواء أمراء أهل المتحمي أو أمراء العايد أو الأمير سعيد بن مسلط أو الأمير علي بن مجثل وأصبح انتمائهم بسبب هذا الانتماء القبلي بسبب هذا الحضور تعمم الإسم لأصبح دلالة على هذه البقعة الجغرافية لذلك والسبب في ذلك أيضا يعود إلى ما ورد في التقارير الأجنبية وفي الوثائق العثمانية حين كانوا يتحدثون على المقاومة الضارية التي كانت موجودة كانوا يذكرون عسير هكذا واضح أنهم كانوا يقصدون الدلالة الجغرافية وعمق هذه القبيلة والأمراء الذين ناضلوا وكافحوا للذود عن حياظ المنطقة فهي بهذا الشكل طب لما نقول قبيلة في عسير إحنا اليوم ودي أعرفك اللي أعرف الآن مثلا أنا لدينا في عسير في عدة قبائل لا شك اليوم فيه العسيري والشهري والشهراني والكحطاني من كونات قبليه من كونات قبليه هل هذه كانت موجودة وقتها لما تقول القبيلة مثلا في القرن الرابع الهجري ذكر وقال أني مرأت في قبيلة بلا شك هل كان يقصد هذه القبائل كلها أو هي بس كانت وقتها بس العسير يقصد عسير القبيلة تحديدا بدلالتها القبالية وذكر القبائل الأخرى الكريمة التي كانت موجودة مثل قبائل رجال الحجر مثل قبائل جنب بن سعد العشيرة موجودة في سرات عبيدة مثل قبائل رفيدة مثل قبائل شهران العريضة القبالية الضخمة ذكرت وهو هي قديمة ولذلك ليس غريبا بالنسبة حتى أنه أذكر أنه الشيخ حمد الجاسر حين يتحدث عن مسألة الأنساب والأنساب طبعا علم ظني ليس قطعيا بأي حال من الأحوال حين يتحدث عن مسألة الأنساب وكذا فيقول بما مضمونه أن أكثر القبائل العربية التي بقيتها وحفظت على مسمياتها القديمة هي القبائل الواقعة في جنوب مك حتى صعد بقيت محافظة على الأسماء القديمة يعني مثلا على سبيل المثال حين نقول شهران العريضة لبيد بن ربيع يقول وهو جاهل يقول أتونا بشهران العريضة كلها وأكلوبها في مثل بكر بن وائل فهذه القبائل بقيت بمسمياتها بقيت طبعا هذا لا يعني هناك الكثير من الربما من العشائر والأفخاذ والبطول قد دخلت والتحمت في بعضها البعض لنتذكر يا أخي عبد الرحمن أنه بالنسبة للنسب أو الرابطة الدموية هي رابطة متخيلة متخيلة ليست ليست لا يظن أنها أن كل أبناء هذه القبيلة ينتسبون إلى جد هذا وهم هذا غير صحيح والاختلاط في الأنساب قديم جدا منذ الجاهلية ف لكن القبيلة دائما القبيلة وهذا طبيعة العرب أنهم يحاولون أن يشددون أو يحاولون أن يعززون لحمتهم من خلال إيجاد أو سردية سردية تتعلق برابطة دموية معينة أو قصة معينة وهكذا وإلا الخلاف بين النسابة منذ الجاهلية منذ ابن الكلبي وهو متوفى تقريبا في سنة 204 هجري ويختلفون في كثير من الأنساب القبائل العربية حتى إنوا إن عددوا ودخلوا في الفروع والبطون والعشائر يعددونها فإنهم قد يذكرون أن هذه العشيرة يقال في نسبها كذا ويقال في نسبها كذا وسبب ذلك كما بسطها ابن خلدون في مقدمة يتعلق بوجود ظروف اجتماعية وتاريخية واقتصادية حافة هي التي تجعل العشائر تنضوي إلى بعضها البعض وتلتحم في بعضها البعض ويخرج هذا المكون القبلي يخرج هذا المكون القبلي وبسردية خاصة تغذي تغذي لحمته ودائما تكون عن طريق الدم وإلا فهي رابطة بلا شك متخيلة طيب إذا فهمت من كلامك قبل شوي في تكوين عسير فأفهم أنك تعز اسم عسير دلالة للقبيلة لا الطبيعة الجغرافية اللي عز تسمي لها دكتور محمد الزلفة أنها طبيعة الجغرافية لا شك ليس للتضاريس أي علاقة مطلق إطلاقا إطلاق وهذا هذا وارد وارد عند العرب أن تنتسب منطقة أو مكان ما إلى قبيلة حين نقول جبل شمر فهو نسبة إلى هذه القبيلة حين نقول وادي الدواسر نسبة إلى قبيلة الدواسر حين نقول منطقة عسير لهذه القبيلة نسبة إلى هذا المكون القبلي وعلة كما ذكرت لك هي المقاومة الضارية التي خرجت من هذا المكون القبلي والأمراء الذين تعاوروا على حكم المنطقة من هذا المكون القبلي والقضاء والوزراء والولاة كثير من المؤثرين كانوا دائما يخرجون من هذا المكون القبلي والسبب في ذلك أنا في رأي ولماذا هي كانت أو استلت بالمقاومة أنا في رأي هو لا يتعلق مثلا فكل القبائل العربية لديها النخوة والشجاعة والبطولة والفروسية وإلى آخرين لكن أنا في تقديري أو في تحليلي ما رد ذلك إلى التصاقها الكبير جدا بالأرض وظروفها الاقتصادية الجيدة هي تعيش في أو تتمدد على أكثر المناطق أو الأماكن أو المواضع خصوبة وبالتالي وبالتالي كان من الواجب ومن المتعين عليها أن تدافع عن هذه الأرض لم يكن لديها خيار آخر لم يكن لدى المقاتل أو المدافع عن منطقته في منطقة عسير إلا أن يدافع عن أرضه وهذا هو السبب الذي يجعل أنه أنه تكون هناك مثلا بؤرة جغرافية معينة أكثر دفاعا عن بؤرة أخرى هو بسبب التصاقها بالأرض فالناس كانوا في تلك المنطقة ملتصقين جدا بالأرض ولا شك أنه المنطقة داء المجتمع بشكل عام بكل مكونات لعب دورا كبيرا جدا في مقاومة والإثباتات على ذلك موجودة يعني وطافة بس ودي التسمية هنا ليش ليش الخلاف ما تجد خلاف في تسمية شمر والأماكن الثانية بينما العسير في هذا الخلاف ما بين العسير لأن الناس لم يميزون بين الدلالات الدلالة القبلية والدلالة الجغرافية لم يحاولوا وفعلا هناك لبس هناك لبس في المسألة هناك منطقة تسمى عسير وهناك مكون قبلي يسمى عسير وهناك لبس لكن حين ننظر إلى التاريخ ونذهب إلى الجذور التاريخية سننظر أنها البداية كانت من خلال الدلالة القبلية ثم اتجهت إلى أن أخذت بعدا جغرافيا شاسعا واسعا كيف وصلت إلى هذا؟ وعلى فكرة هذه المسألة ذكرها فؤاد حمس في كتابه في بلاد عسير وحررها بدقة شديدة جدا وكان عنده بعد نظر في هذه المسألة لا شك في عصر رقمي متغير باستمرار المواكبة هي أساس النجاح ولأننا رواد المستقبل الرقمي نوظف خبراتنا وقدراتنا لنمكن نبتكر نبدع في تبني أحدث التقنيات وتوفير الحلول بكفاءة وذكاء Solutions by STC طيب في نقطة أنا ودي بسماحكم نقطة قبل أن أتخلى هذا كنت تقول في لقائك في كاب أن أنه في قطيعة معرفية حدثت في عسير وأنه ابناء عسير تخلوا عن كل ما يتعلق بتاريخهم قبل مطلع القنة الثامن عشر وتغافلوا تماماً عن تدوين الفترة السابقة بدي أعرف هذه القطيعة القطيعة المعرفية القطيعة المعرفية هو مفهوم في الأساس لميشيل فو فرنسي هو منظر فرنسي به بحوثها مشهورة جداً في حقل الإنسانيات وخاصة في حقل التاريخ وهو سحب أصلاً سحب المفهوم من نظيره واحد اسمه غاستون باشلار صاحب ما يسميه القطيعة الأولى كان قطيعة مع ما قبلها وكان حدثاً تاريخياً جوهرياً بالنسبة لمنطقة عسيل وهو بلا شك بلا شك أنه هو العامل الأبرز في بعث تاريخ عسيل كان تاريخ هناك بعض المناطق في الجزيرة العربية يا خامد الرحمن مصمتها سرديتها التاريخية غير مكتبلة صورتها التاريخية غير مكتبلة مثل؟ مثل منطقة نجد ليست كاملة الصورة نحن لا نستطيع أن نعرف بدقة شديدة جداً من القضاء من الأمراء من الوزراء المدينة كانوا موجودين في القرن التاسع الحجري مثلاً سواء في منطقة نجد أو حتى في منطقة عسيل لا نستطيع في مناطق أخرى لا الصورة تقريباً تكاد تكون أكثر وضوحاً وأكثر اكتمالاً وش اللي هي أكثر اكتمالاً؟ مثل على سبيل المثال منطقة الحجاز تاريخها معلوم ومشهور أيضاً تاريخ المخلاف السليماني تاريخها معلوم ومشهور وهناك مدونات تاريخية لكن منطقتين نشط عسير إلى حد ما هناك ضبابية كبيرة جداً في صورة الواقع التاريخي بكل مجالاته السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية والدينية أمور كثيرة جداً والسبب؟ السبب في ذلك هناك رزمة من الأسباب لا نستطيع أن نقول أنه هناك سبب واحد يعني هناك مثلاً على سبيل المثال قلة التدوين هناك قلة التدوين بلا شك هناك بعض الكوارث والأحداث التاريخية التي مثلاً قضت على بعض المخطوطات والوثائق هناك أيضاً بالنسبة لمنطقة عسير تحديداً فقد رأى طبعاً وهذه المعلومية منطقة عسير أبدت حماسة كبيرة في انضمامها للدولة السعودية الأولى ولعلنا نتحدث عن ذلك لاحقاً وكانت هذه المنطقة وتت من أوتات الدولة السعودية الأولى في جنوب ربير جزيرة العربية وقدم أمراؤها من المتحمي يعني تضحيات كبيرة جداً وبطولية وغيرهم طبعاً من القادة والفرسان هذه المنطقة أيضاً أبدت حماسة كبيرة في تقبل دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب تحديداً تتعرف دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب كانت مرحلة من مراحل الحركة التاريخية السعودية فمنطقة عسير أبدت حماسة كبيرة جداً لتقبل الدعوة لم يوجد ولا يعني كل المناطق كان هناك فيها معارضة سواء في منطقة نجد أو في منطقة الحجاز أو حتى في منطقة المخلاف السليماني أو حتى في اليمن أو غير يمن المناطق أو حتى في الأحسان إلا منطقة عسير لم يثبت أو لم يرد أن هناك من عارض دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب من الناحية الدينية مع العلم أنه حتى أليزي أنا أتكلم بشكل ديني أتكلم بشكل ديني أنا أتكلم عن العلماء الذين كانوا موجودين العلماء كبار العلماء الذين كانوا موجودين لم يعارضوا دعوة الشيخ محمد بن عبدالله وإنما وافقوها وأيدوها بدرجة كبيرة جدا وأبدو حماسة فائقة أنا تحليلي ماذا فيما يخص القطيع المعرفية تحليلي أنه لأن أبناء الدعوة أبناء منطقة عسير الذين آمنوا بالدعوة آمنوا بها فقد رأوا أن ذلك الماضي الذي سبق الدعوة أو سبق انضمام عسير إلا كان في الدولة السعودية الأولى لا يجب النظر إليه لا يجب النظر إليه ليه؟ باعتبار أنه ماضي لا يستحق أن يدون لا يستحق أن يكون جزء من الذاكرة وشي تخلي ناس تنظر إلى ماضيهم بهذا الشكل؟ في رأيي أنه هناك كان هناك في مجتمع منطقة عسير حالة من حالات التطهر تطهر منه؟ حدثت هناك مع بعض المجتمعات تحدث ربما تكون مفتحة للقائه وربما يكون لديها حالة من الانفتاح ثم يصيبها نوع من التطهر فتعود تتبنى خطابا أو نسقا فكريا معينا وبحيث أن هذا النسق يكون هو الذاكر الوحيد تطهر من الكفر؟ ليس من الكفر ليس بالضرورة من الكفر لكن ليس بالضرورة من الكفر ليس بالضرورة أنه ينظر إليه بأنه مسألة نضعها بين ثنائية كفر وإيمان أو إسلام وجاهلية من هذا السياق الحاد جدا لكنه كان ينظر إلى هذه المنطقة فطبعا فضلا عن قلة التدوين وفضلا عن الحوادث التي مرت بها منطقة عسير لكن كان ينظر أن لا يجب أن تسجل أو تدوم نظرتهم لأنفسهم بلا شك بلا شك بس ما في المتحدث وهذه على فكرة ترى موجودة موجودة أيضا حتى لو تلاحظ عند ابن بشر مثلا يكتب في سوابق يسميه سوابق يسمي ما قبل دعوة الشيخ محمد بن الهاب سوابق ثم لا يقيم لها وزن لو تلاحظ في مدوناته أو في مدوناته لا يحفل كثيرا وإنما يحفل في تاريخه من بعد 1157 الاتفاق الذي أقده الإمام محمد بن سعود مع الشيخ محمد بن عبد الوحى قبل هذا التاريخ لا يحفل كثيرا ويسميه سوابق أي أنها أشبه ما تكون وطبعا قدم لنا خدمة جليلة جدا في معرفة الواقع التاريخي والاجتماعي الذي كان موجود في نشط وقتها فحين تنظر مثلا إلى الظل الممدود للعجيلي محمد بن هاد العجيلي وهو معاصر للدولة السعودية الأولى كتب كتابه التاريخي يتحدث فيه عن انضمام عسير إلى كنف الدولة السعودية الأولى عاش ردحا من عمره ربما عاش أكثر من ثلثي عمره ثلثي عمره عاشه قبل انضمام عسير إلى الدولة السعودية الأولى ومع ذلك لم يكتب عنها شيء وإنما اكتفى فقط بالحديث عن منطقة عسير ومسردية كيف انضمت إلى الدولة السعودية الأولى لمدة حوالي فقط اكتفى بتسجيل حوالي خمس سنوات فحين نقول ان هناك قطيعة معرفية هذا يحدث عند كثير من الشعوب والمجتمعات وهي نظرية سائرة سيارة في العالم وفي حقل الكتابة التاريخية طب انت ليش بدأ التاريخ منطقة عسير من حكم أمراء اليزيد هل ما كان في شيء قبله؟ شوف يا أخي عبد الرحمن طبعا هناك مقاربات مختلفة في حقيقة الواقع التاريخ الذي كان موجودا قبل انضمام عسير إلى كنف الدولة السعودية الأولى هناك مقاربة تقول أن هناك شتات قبلي شتات قبلي لا وجود لأي تكوين سياسي تمام وهذه يعني يشتغلوا بها أو يتبناها العديد من المؤرخين الذين يعتبرون يعني معتبرين مثل الشيخ خاشم النعمي رحمه الله هناك مقاربة أخرى مثلا في مقاربة طبعا مجافعة للواقع وغير دقيقة بالمرة تقول أنه منطقة عسير كانت تابعة للأيما السيدية في اليمن من تقول أن هذا خطأ خطأ تاريخي شنيع جدا وسنتحدث في هذا المسال هناك رواية أخرى وهذه أنا أتبنى مقاربتي تقول أن هناك تكوين سياسي صغير كان يضم على مدينة أبهى بالجبال الغربية لمدينة أبهى بعمق تهامة عسيك ما يسمى رجال ألماء ومحائل أن هناك تكوين سياسي صغير كان آخر أمرائه الأمير محمد بن أحمد من بلدة السقر والذي يعتبر الأمير سعيد بن مسلط والأمير علي بن مجرثة الامتدادا له امتدادا لهذا الأمير ولا زال أمير رجال ألماء؟ لا قبليا قبليا لا أمبني بغيت هذا الأمير بحسب لا زال قصره إلى الآن موجود يسمى قصر ناجح في بلدة السقر هذا الأمير هو بحسب المصادر أنه ربما يكون معارضا لإنضمام عسير إلا كان في الدولة الشعودية تقولها وقاتل في حين أنه جزء كبير من المجتمع في منطقة عسير كان مؤيدا للدعوة وصول والدولة طبعا أنا ودي قبل الدولة ودي أعرف نقطتك لأنها ما كانت تتبع لأي من أمة اليمن ودي تعطيني كيف نفيت هذه النقطة أنه يدعي في طبيعة حكم عسير ما قبل الدولة السعودية الأئمة الأئمة الهضب اليمن اليمن دعنا نحرر مفهوم اليمن أول شيء نحرر مفهوم دعنا نحرر مفهوم اليمن له دلالة 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 جهة ودلالة جغرافية دلالة الجهة تعني كلما كان يمين الكعبة كلما كان جنوب الكعبة ومن أجل ذلك يقال الركن اليماني لأنه جنوبي الكعبة تمام؟ الجغرافيين المدققين الذين أو عفوا غير المدققين الذين أخذوا هذا الموضوع اعتباطا أو أخذوه بناء على هذه الدلالة الجهوية يضعون منطقة عسير وشطرا كبيرا من منطقة نشد وعومان ويبرين ويبرين ويضعون من منطقة الأحسى يضعونها داخل في اليمن بناء على هذه الجهة لأن أي شيء أو أي منطقة جنوبية الكعبة فهي يمنية من هنا بدأ الإشكال طبعا لكن حين نأتي مثلا إلى الدلالة الجغرافية أو الجغرافيين والبلدانيين المدققين الذين يحاولون قدر الإمكان أنه يعني ينظرون إلى المسمى بدلالته الجغرافية فستجد أنه طلحة الملك هي الحد الفاصل بين ولاية مكة وولاية اليمن قرر ذلك المسعودي في القرن الرابع الهجري يقرر أن طلحة الملك طلحة الملك هذه شجرة كبيرة موجودة في ضاحية من ضواحي مدينة ظهران جنوب يعني قريبة من المنفذ علب اليمني لك أن تتخيل ومتى قال ذلك؟ المسعودي في القرن الرابع توفي سنة ثلاثمية تقريبا وستة واربعين قرر ذلك أيضا قرر ذلك البكري في معجم مستعجم وذكر أنه حد عمل مكة يسميه عمل مكة أنه طلحة الملك ثم ذكر ذلك لدريسي في نزهة المشتاء وهو من رحالة القرن السادس الهجري ثم ذكر ذلك ابن فضل الله العمري في مسالك الأبصر وهو من بلداني القرن الثامن الهجري فكل هذه النصوص وذكر ذلك حتى أيضا صاحب مراصد الأطلاع وهو في الثامن الهجري أيضا صفي الدين البغدادي كل هذه المصادر تتضافر على أنه جغرافيا اليمن يحده من الشمال من جهة القبلة طلحت الملك الواقعها الآن تقريبا تقريبا في نفس الحدود الموجودة حاليا وهذا على فكرة ليس كلام عاطفي هذا ما ورد فيه وأنا كنت تابع فيه أبحث في بعض المصادر التاريخية وحتى في مسألة الحدود السعودية اليمنية لم أجد هذه المصوص مستحضرة لم أجد هذه المصوص وهذا طبيعي لقدم تلك الفترة لكن الآن المصوص طافح بهذه المسألة وهي قطعية أن ولاية مكة تنتهي عند ضلحة ضلحة الملك وثم يبتدئ جنوبا إقليم اليمن جغرافيا فهذه المسألة تقريبا محسومة ما يخص بالنسبة لمنطقة عسير ما يدحض المسألة أيضا بشكل قاطع ونهائي طبعا الإمام الشوكاني رحمه الله هو عالم من علماء القرن الثالث عشر عالم جليل وكبير ومن العيارة الثقيل وهو قاضي القضاء في زمنه وكان يكتب خطاباته ويحررها على لسان الإمام المنصور بالله الإمام المنصور الزيدي في صنع فهناك رسالة من الإمام المنصور إلى الشريف غالب مساعد في سنة 1216 حزري 1801 يتحدث فيه عن وصول أو قدوم أو ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوحى فيقول بالنص بالحرف يقول وجملة تسلطه يعني وصول الدعوة وجملة تسلطه على عوام من أغتام عوام من أغتام لا يعرفون رسوم الأسلام ما عندهم معرفة بالأسلام وهم أهل الشام الواقعة أراضيهم ما بين صعدة والطائف من هو يقصد أهل الشام يقصد منطق العسين وهم ثم يعقب وهم ليسوا على تحت ولايتنا ولا يدينون بمذهبنا ماذا كان مذهبهم مذهب الزيدي هذا الإمام الشوكاني يقول ذلك على لسان الإمام المنصور وفي رسالته للشريف غالكم ساعد فمسألة هذه الإدعاات هي محسومة وغير دقيقة وقل البحث يعني ممكن أنه الإنساني يعني فمش كانت طبيعة طيبة حكمها هل كانت خاضعة علي حكم أشراف مكة منطقة عسير أو كان حكم منطقة عسير هنا خضعت في فترات في فترات ربما ووصل بعض نفوذهم السياسي نفوذ أشراف مكة وصل إلى بيشة ووصل إلى شمال منطقة عسير ووصل لكن أنا بالنسبة لي أنا أقارب المسألة وأنظر إلى الموضوع بأن هناك كان هناك تكوين سياسي يحف بمدينة أبهى وبالمنطقة الخصبة الواقعة في غربيها ولأجل ذلك كان عندها هو آخر أمير وهذا هو السبب الذي يفسر لاحقا أصلا وصول الأمير سعيد بمسلط إلى حكم المنطقة في سنة 1823 ما يخص الأمراء المتحمي كان لهم طبعا ثقل كبير جدا اجتماعي وهذا هو السبب الذي جعلهم يحسمون المسألة في مسألة انضمام عسيري لكنا في الدولة السعودية الأولى الأمير محمد بن عامر الأمير عبدالوهاب بن عامر بحسب نصوص البحكة لي أبجي كاليا أبجي كاليا بس يعني أبجي أدقق على عسيري شوي أبجي أفهمها أكثر بس قبل برضو حتى عسير عشان أقفل ملف في اليمن أبجي أعرف ما أنك يعني بتحت الملف فلما نقول أن اليمن هم أصل العرب وش هذه المقولة هذه المقولة أنا أفصل أنا لا أؤيد ولا أعارض أنا أحاول أقارب الواقع التاريخي كنت قادر على أنك تحسن كل الأمور أنا أحاول دائما أحاول دائما أن أفسر هذه المقولة دائما أظنها أظنها حدثت في سياق روايات متكاثرة متضافرة حول العديد من المكونات القبلية العربية منذ الجاهلية وحتى اللحظة من المعروف أنه منطقة اليمن الجغرافي وحتى مناطق جنوب برب الجزيرة العربية كانت أشبه ما يكون بالخزان البشر الذي يفيض على على مناطق شمال الجزيرة العربية هو وسطها وشرقها وإلى خارجها أيضا حين تنظر إلى كتب النسب مثلا ستجد أنه كثير من هذه المكونات القبلية أو الروايات تتضافر على أنه كثير من المكونات القبلية الموجودة في وسط الجزيرة العربية أو في غربها أو في شمالها أو في شرقها أو حتى في خارجها ينسبونها إلى القبائل القحطانية إلى القبائل القحطانية خذ على سبيل المثال قبيلة جره التي كانت في مك ينظر إليها بأنها قبيلة قحطانية يمنية خذ على سبيل المثال الأنصار الأوسوى الخزرج الذي يقال لهم بنو قيلة الذين نصر الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة يعتبرون من صريح ولد الأست بحسب كتب النساب خذ على سبيل المثال القبيلة الطيب يقال أن منازلهم القديمة كانت في وادي طريب أظنك تعرف وادي طريب أينهم ثم ارتحلوا إلى الجبلين خذ على سبيل المثال قبائل قضاعة وقضاعة طبعا من الأقوال الراجحة أو من الأقوال المشهورة أنها يمنية أو قحطانية حتى يقول الشاعر نحن بنو الهجان الأزهري قضاعة بن مالك بن حميري وينسبها إلى حمير القحطانية وهذه القبيلة أيضا منها قبيلة كلب بن وابراه وقبيلة بحسب الكتب الأنساب طبعا وبولي في شمال المملكة حتى اللحظة موجودة وجهينة كل هذه القبائل هي قضاعية أيضا حتى قبائل لخم وجذام وغسان وعاملة كل هذه القبائل في الكتابات الكتابات النسابة يرون أنها قحطانية يمنية فمن هذه المقولات المتظافرة المتكاثرة تنشأ مقولة أن أصل العرب من اليمن حتى في العصر الحديث حين ننظر إلى كثير من القبائل الموجودة الحالية هناك سرديات كثيرة جدا ومرويات تفيد بقحطانيتها مثلا أو أنها قدمت من جنوب قرب الجزيرة العربية أو من جنوب الجزيرة العربية خذ على سبيل المثال بني مرى بني هاجر العجمان حتى قبيلة عائذ في بعض الأقوال حتى قبيلة بني زيد القضاعية في بعض الأقوال وقبيلة أو فرع العبادة من شمر وكثير من القبائل يعني وفرة هناك وفرة من المرويات التي تقول بقحطانية هذه القبائل وبالتالي تبرد هنا المقولة كأنها 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 حالة استقراء لهذه المرويات أو كأنها لفظة استقرائية لهذه الكثرة الكافرة من المرويات إذاعة المملكة العربية السعودية أخوات الصائمات أخوان الصائمين وساعدكم مساء ناس أجهال تربت على صوتي ناس تربت على مقولاتي ناجم نادي الهلال السعودي وهذا صفوق التميار ذكر أسوي استقبال في الرياض كان خيالي صفوق يتوقع لكم كثير من استقبل باهر في كرة القدم هذا صعام السمايلي وحالياً جاهز إن شاء الله بصول للنهاية قدرت مني حق الميدالية الذهبية في الحواجز وأحطم الرقم السعودي والرقم العربي في هذا المسابقة في مجموعة من اللاعبين اللي أنا فعلاً كنت أفوز عليهم واستطاعوا إنهم يتوجوا بميداليات في أولمبياد إطلانتا لقد أرسلت مؤخرك رسول الله يراوضهم مع الناس كأن في طريق حياتي انفجرت قنبلة اجتماعية كان يريد أن يتيح فرصة للدماء الجديدة فيها لديه أكثر تعرفت بطاق الجانبين إلى الآن إلى الآن آثار الإصابات موجودة إلى الآن النتيجة ما أعلنت على طول يعني كان فيها انتظار إلى أنها تظهر النتيجة في الساعة في وقتها كنا يعني في حير سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أثناء القاء القصيدة كان الصمت عم القاع واخترت أن أكون من أظهر كما أنا أنت مفصولة عشان أنت طلعتي بالتلفزيون إلى أن أتخمص لكن ما استطعت مثل الفريق ولا في ذلك شيء قول يكفي نعم فعلا تدريبها ممل قاسي اعتبرت أني من المتقاع دي استنفت سنوات يعني العمل أتمنى واني ما تعرض بس السلفة مسخط يعني خلونا نعيش حياتنا نعيش بالمدى هذا أصعب الأسئلة من برتائلة عسير عسير نحن نتكلم فيها في الحكم اليوم نتكلم عن اليزيديين هل هم نسبة إلى يزيد من معاوية لا بطبيعة الحال ليس بالضرورة بالنسبة إلى فهم أمراء عسير سأقارب لك المسألة سأقارب لك المسألة نحن نتكلم عن أمراء عسير سأقارب لك المسألة القول باليزيدية لا يعني القول بالأموية مطلقا مطلقا هناك بطن مندرج ضمن ضمن مكون قبلي وإن كنت لا أريد أن أستغرق في مسألة القبيلة كن صادقا معك سأعطني اليزيدية لكن نسا أتحدث عنهم هناك بطن مدرج ضمن البطون في عمارة الناجح المنتمية إلى قبيلة بن يمغيت يطلق عليهم اليزيد وهؤلاء ينقسمون إلى قسم القسم الأول آل يزيد القرن أو آل يزيد القرن نسبة إلى جبل على شكل القرن فيطلق عليهم تمييزا أو كدلالة آل يزيد القرن وهناك آل يزيد القعوة القعوة وهي المكان المنبسط وهؤلاء هم الذين يسكنون في وسط بلدة السقع وهي منطقة منبسطة نسبيا الذين تأمروا الذين وصلوا إلى سدة الإمارة في عسير هم هؤلاء الأمراء الذين هم من فرع آل يزيد القعوة هؤلاء وهم ينقسمون إلى عدد من الأسر العائض آل أم صلط وآل أم جثل وآل أم فرح وهناك أيضا أسرتين كريمتين أخرين إحدهما آل محي وآل عواض ليس لهما من الأمر شيء لكن هذه الأسر هي التي كان لها حضور تاريخي في المنطقة أو في تاريخ المنطقة الإقرار بهذا البطن بأن هذا هو اسمه لكن مسألة انتسابهم إلى يزيد بن معاوي بن أبي سفيان هذا شأن آخر يحتاج إلى رأي يحتاج إلى رأي ويحتاج إلى دراسة بس انت تذكروا أنه برضو أنه هذا وارد طبعا هناك إشارات هناك إشارات لكن ما هو المهم ما هو المهم في المسألة أن التكوين أو التكوين السياسي الذي ظهر في منطقة عسير بعد انحسار نفوذ الدولة السعودية الأولى عن منطقة عسير وبعد سقوط إمارة المتحمي وظهور الأمير سعيد بن مسلط أنه كان هذا الحضور هو ليس بسبب النسب مطلقا ولم ينظر الناس إلى هذه ولم يكرس أصلا هؤلاء الأمراء هذا النسب وإنما كان هذا الظهور بسبب تمثلهم للأبعاد الثقافية والاجتماعية كان هناك نوع من طبعا لا شك أنه شخصياتهم كانت شخصيات بطولية بلا شك وكانت شخصيات جاذبة للمجتمع بلا شك إضافة إلى أنهم كانوا عميقين اجتماعي في أوساط المجتمعين وهذا هو السبب الرئيسي يعني هم كانوا الناس ينظرون إليهم بأنهم ربما يكون هؤلاء الأفراد أو هؤلاء الأمراء هم الذين سيخلصون المنطقة من حملات محمد علي باشا الغاشمة على منطقة عسير بهذه الصورة طيب الحين كان اليزيدي كان محمد بن حمد اليزيدي أميراً لياسير بحسب المقاربة التي أنا أقول بها أو أتبنى وبأنه هذا طبعاً المعلومات عنه شحيحة جداً للغاية وقليلة جداً وهو مذكور في بعض الروايات الشفاهية وفي بعض الأشعار ومذكور أيضاً ولازال له معقل موجود في بلدة السقى وأشير له في بعض الدراسات أو المراجع التاريخية لكن كانت إمارته صغيرة ما هي المشكلة؟ يعني يعرج على مسألة مهمة جداً وهذه لازم ننتهي منها هي مشكلة مصادر تاريخ المنطق نحن يعني الباحث يجد نفسه في في مأزق كبير بسبب وجود جملة من المصادر التاريخية التي أساءت لتاريخ المنطق ولم تخدم مصادر تاريخية مثل كتاب إمتاع السامر على سبيل المثال مثل كتاب مذكرات سليمان شفيق باشا بتعليقات السيد أحمد النعمي مثل على سبيل المثال كتاب تاريخ عسير لابن مسلط الوصال البشري كل هذه المصادر أو المراجع يا أخي الرحمن منحولة موضوعة مزوّرة ليست دقيقة ليست صحيحة حتى وإن ثبت وجودياً وجود هذه الشخصيات لكنها لا يثبت أنهم ألفوها من ألفها؟ حتى وإن انطوت حتى وإن انطوت معلومات هذه المصادر حتى وإن انطوت معلومات هذه المصادر على معلومات صحيحة لكن الكتاب يبقى مزوراً لا أحد يستطيع أن يوثق منه أو يعول عليه لأنه كتاب مزور حين يقول مثلاً أنه كتاب ألف في سنة 1300 مثلاً و64 أو 63 وهو لم يكن كبالك لم يؤلف في هذا التاريخ بل لم يكتبه مثلاً حالة مثلاً امتاع السامري ينسى بيلا شعيب بن عبد الحميد الدوسري لم يؤلف شعيب هذا لا يوجد إثبات لا توجد إبرازات أو نسخ من هذا المخطوط تثبت أن شعيب بن عبد الحميد الدوسري ألف هذا الكتاب مطلقاً ميشت الإثباتات اللي ممكن تثبت أنه واحد كتب كتاب إلا أن الكتاب نفسه كيف كيف ممكن تنفي حين مثلاً نأتي على عنوان المجد لبن بشر مخطوطاتها موجودة في كل مكان المخطوطات القديمة هذا الكتاب خرج لم يخرج إلا بعد عام 1407 والمؤلف توفي سنة 1365 طبعاً ينسب إلى مؤلف توفي سنة 1365 ما طلع إلى 1407؟ نعم نعم ما طلع هذا الكتاب؟ فبالتالي بصرف النظر عن من أخرجها لا أعلم لا أعلم أنا أتكلم كباحث أنظر في المصادر مثل هذه المصادر غير تقيقة لا يمكن التعويل عليها لأنها مزورة لأنها موضوعة وهذا موجود ترى عند علماء أهل الحديث هذا المنهج النقدي أنه قد يدرج مثلاً يعني قد يدرج مثلاً نص يخترع على لسان النبي عليه الصلاة والسلام وهو عند أهل الحديث موضوع منحو مزور فلا يصح أبداً الاستناد عليه حتى حتى هذا يعني حتى المعلومات لو افترضنا أنه هناك معلومات مثلاً صحيحة فيه لا ينبغي التعويل عليه لا يجب التعويل عليه لماذا؟ لأن الكتاب في أصله غير صحيح غير صحيح مزور لا يعرف من ألفه فينظر إليه بهذه المسألة هذه المصادر التي على هذا النسق أوردت معلومات هائلة جداً عن وجود إمارة متسلسلة وكبيرة وضخمة وحاربت في وسط الجزيرة العربية وحاربت في الحجاز وحاربت في جنوب الجزيرة العربية في اليمن وحاربت حتى في ربما في عمان وحاربت في مناطق عديدة وهذه التصورات أو هذه المعلومات غير دقيقة ما يسمى بالإمارة اليسيدية وضعت سلسلة كاملة هائلة جداً من المعلومات التاريخية المغلوط بس برط فيها في رسائل ما بين محمد أحمد اليزيدي وإبي سعود غير صحيح غير صحيح لم يكتبها أبداً وهي منحولة موضوعة مزورة وأين قرأتها هذه؟ قرأتها في تاريخ عسير بن مسلط الوصال البشري الأخي عبد الرحمن الباحث يجب أن يتجرد للحقيقة التاريخية يجب أن يتجرد حين نقول أن هذا المصدر مغلوط فهذا هو الحق هذا هو الذي نؤمن به إذا أن تريد أن تقول لي أن محمد بن سعود كان تعامله مع المتحمة؟ إذا أتبغى أن أتحدث عنه تحدث آه يابد يعني اليزيدي على أنها لم تحكم عسير لا بلى أنا بالنسبة لمقاربتي أن هناك كان تكويناً سياسياً صغيراً بصرف النظر عن تلك المصادر الباطلة من كان يحكم عسير؟ أنا أتحدث عن هناك أنا في رأيي أنه كان الأمير محمد بن أحمد اليزيدي كان يحكم منطقة أو مدينة أبهر وما حوله فكان هناك تكوين سياسي نعم تكوين سياسي وترى فيه إشارات فيه إشارات مثلاً في بعض المخطوطات الحفظية تقول أنه منطقة عسير قبل دعوة الشيخ محمد بن عبدالله بقد خضعت لملك عظيم يعني أنه كان فيه فيه نوع من التكوين السياسي الصغير وربما كان ملكاً أو إمارة متوارثة هذه نقطة نقطة أخرى حين انتصر الأمير سعيد بن مسلط في ثورته عام 1238 على الأتراك العثمانيين يقول الشاعر ولك التأويل يقول الشاعر يا مرحباً وأهلاً بحكام الزمان وولد أسلم رأس كل مقدم ما معنى مرحباً وأهلاً بحكام الزمان لا تعني إلا شيئاً واحداً لأنه هناك تسلسل في الإمارة وأنه سعيد بن مسلط وريث إمارة سابق بلا شك فهناك إشارات تؤشر على وجود تكوين سياسي ولازال حصن أو معقل ينسب للأمير محمد بن أحمد اليزيدي موجود إلى الآن في بلدة السقر فهذا الأمير بحسب هي إلى الغرب من مدينة أبا في أبا وفي أعلى المتن السراوي هذه الإمارة الصغيرة هي بدو أنها عارضت الدولة السعودية الأولى أو عارضت انضمام عسيري إلى الدولة السعودية الأولى وهذا طبيعي أكثر المناطق عارضت الدولة السعودية الأولى لأنها كانت فكرة وليدة لم تتعود الجزيرة العربية على حركة مثل الحركة التاريخية السعودية لم تتعود هذه حقيقة مئات السنين وكانت منطقة الجزيرة العربية مناطق الجزيرة العربية غير منتظمة في وحدة سياسية واحدة فهذا طبيعي ولنتذكر ونستحضر أن منطقة نجس استغرق توحيدها أربعين عام وهذا يدل على ماذا يدل على أنه فيه هناك معارضة كبيرة جدا للدولة السعودية والسبب في ذلك نعود عودا على بدء بأنه لم يكن يدور في أذهان الناس وجود وحدة سياسية الحركة التاريخية السعودية أن أعتبرها حركة رائدة وحركة مختلفة أو حركة كانت أنا في رأيي هي التي أدخلت الجزيرة العربية في عصرها الحديث بلا شك طبعا قبل انضمام عسيري لك أنا في الدولة السعودية الأولى وكما ذكرت لي أن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب كانت جزء أو مرحلة من مراحلها الحركة التاريخية السعودية فبدأت بعض الجهات في منطقة عسير تتبنى وتوالي الإمام عبدالعزيز بن محمد الإمام الثاني كان ذلك في مطلع القرن الثالث عشر الهجري التبني حدث قبل ذلك بحوالي خمس سنوات سنة 1195 حجري وأول من ذكر ذلك هو المؤرخ الصنعاني لطفالله جحاب في كتابه اللامع درر نحور الحور العين في أيام الإمام المنصور وأعلام دولته الميامي يشير إلى أنه بعض قبائل الواقعة أو بعض الجهات في شمال شرق منطقة عسير قد تبنت أو أصبحت موالية للإمام عبدالعزيز بن محمد على إثر ذلك تبدأ يتم التبني في داخل منطقة عسير بعد هذا التاريخ بعد سنة 1195 ويبدأ بحسب أيضا هذا المؤرخ الصنعاني التكوين القبلي الموجود في تبدأ بين بعض العشائر أو بعض المكونات القبلية أو أشبه ما يكون بين أناس موالين وأناس معارضين يبدأون في صراع مع بعضهم البعض الذي حسم المسألة هو وفادة الأميرين عبدالوهاب محمد بن عامر وعبدالوهاب بن عامر أبو نقطة المتحمين وهؤلاء كانوا في تلك الفترة يعتبرون لهم عمق اجتماعي كبير وثقيل اجتماعيا ماذا كانت علاقتهم بمحمد بن أحمد اليزيدي؟ لم يكن لهم علاقة بحسب المصادر لا يثبت أن وجود هناك علاقة أبداً أبداً بس هم كانوا يحكمون كانوا ثقيلين في أوساطي فلم يكن لهم حكماً؟ لا لكنهم كانوا ثقيلين في أوساط منطقة عسير أو في أوساط المجتمع كانوا خارج مدينة أبها كانوا خارج الحكم المجتمع كانوا مقرهم في طبر شمال غرب مدينة أبها بحسب العلامة البهكلي طبعاً لهم هجرة أو رحلة رحلة سنة 1213 ورحلة أخرى سنة 1215 الرحلة الأولى لطلب العلم والتقصي والمعرفة إلى أين؟ إلى الدرعية الهجرة الثانية مالي شو كانت تتمثل الدرعية بالنسبة لها العسير آنذاك؟ كانت عاصمة الدولة السعودية الأولى بس إنها الباقي عسير لم تنضم إلى الدولة السعودية نعم نعم فكانت الدرعية مكان علم؟ مكان علم ومكان أيضاً نفوذ أصبحت خارجة خريطتها السياسية خرجت من منطقة نجد وأصبحت مسيطرة حتى على منطقة الخليج على منطقة الأحساء والقطيف في تلك الفترة وكانت أصبح نفوذها السياسي خريطتها السياسية واسعة جداً وصارت ملأ السمع والبصر في الرحلة العربية في ذلك الوقت فكان طبيعي أن هناك هجرات أو رحلات علمية إلى الدرعية فكانت رحلات الملولة علمية؟ سنة 1213 1798 الرحلة الثانية كانت عام 1215 وبحسب ما يفهم من المصادر مثل الظل الممدود العجيلي وهو معاصر بأنها كانت جبراً وقسراً وربما كانت من هذا الأمير الذي كان موجوداً في أبها لزيد نعم ارتحلوا إلى الدرعية ثم بحسب رواية البهكلي والبهكلي حجة ثبت لا يسأل عن مثله وهو من أكابر العلماء في المخلاف السليماني ومؤرخ مدقق يقول أن الإمام عبد العزيز حين وفد عليه هذان الرجلان رأى فيهما مخائل الرئاس فعرض الإمارة على محمد بن عامر فرفضها محمد بن عامر إما زهداً وإما خوفاً من تحمل أعبائها إمارة 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 المنطقة أسير نعم بس أنها ما كانت تحت حكم الدولة بما معناه أنني سأعطيك جيشاً وتسيطر على المنطقة بالكامل وتصبح أمير المنطقة فرفض فعرضها على عبد الوهاب بن عامر فأبا ثم عرضت مرة أخرى على الأخ الأكبر محمد فقبلها على مضغط ثم كلف القائد السعودي أو القائد ربيع بن زيد الدوسري أحد الوجهاء في منطقة أودي الدوسري وأحد القادة والفرسان المشهورين وشخص آخر أيضاً قائد عسكري من أهل بيشة يسمى زبران واتجهوا ومعهم على رأس هذا الجيش الأمير محمد بن عامر والأمير عبد الوهاب بن عامر وتمكن هذا الجيش من السيطرة على منطقة عسير وبسط سيطرت الجيش والنفوذ السعودي لتقوم على إثر ذلك إمارة الأمير محمد بن عامر ويصبح مقرها بلد الطب كم أخذت فترة؟ كان ذلك عام 1215 كم أخذت فترة حتى نصاعت عسير تحت حكم؟ ووصلت الأخبار وبدأ التبني كما قلت لك في سنة 1195 ما قبل؟ بدأ التبني وهناك ولاء للدولة السعودية الأولى في أقصى شمال شرق عسير بدأ في عام 1195 وهو قد مبكر لا شك يعني لكن لم يكتمل ضم عسير بالكامل ويطبق المجتمع على التبني تبني الولاء للدولة السعودية الأولى إلا في سنة 1225 ليش تردد محمد بن عامر عبدالحب أخوه في تبني الإمارة؟ الإمارة إما خوفا من حرجا من تحمل الأعباء أو ربما زهدا ويؤثر عنهما أنه كان على جانب كبير من التقوى والتديم فالحاصل أن الأمير محمد بن عامر كانت مهمته الأولى هو التثبيت وتوطيد أن نفوذ الدولة السعودية الأولى في منطقة عسير ونجح في ذلك نجاحا كبيرا وأصبح الطبب العاصمة لمنطقة عسير في ذلك الزمان وكان عندها طبعا هناك بعض القلاق الأولى الاضطرابات سواء في تهامة أو سواء في شمال منطقة عسير انتهى منها بنجاح وبعد أن أطبقت المنطقة أو ضمت بشكل كامل رأى هذا الأمير أن يرأس وفدا ويتجه به إلى الدرعية كان ذلك في سنة 1217 1822 اتجهوا إلى الإمام عبدالعيز بن محمد فأكرمهم الإمام عبدالعزيز وأحسن وفادتهم وعزز إمارة الأمير محمد بن عامر بطبيعة الحال لكن في أثناء عودة الأمير محمد بن عامر أصيب بمرض الجدري في الطريق فتوفي تقريبا في نواحي بيشة بنفس السنة 1217 اللي يخلفه الأمير عبدالوهاب بن عامر الأمير عبدالوهاب بن عامر أبو نقطة يعتبر صيف من سيوف الدرعية وهو من أشهر رجالات الدولة السعودية الأولى على الإطلاق وكان له نفوذ كبير جدا في ضم جنوب غرب الجزيرة العربية جنوب الجزيرة العربية وغرب الجزيرة العربية وكانت له الحملات عسكرية كبيرة جدا سواء على الحجاز أو المخلاف السليماني أو اليمن أو حتى نجران في سنة 1217 في نفس العام كان المخلاف السليماني قد استعصى على تقبل أن ينضم إلى الدولة السعودية الأولى سبب ذلك وجود الشريف حمود أبو مسمار الخيرات وكذلك ابن أخيه الشريف علي بن حيدر وهناك سراية أرسالها السعوديون لكنها لم تحقق شيئا كبيرا وعلى إثر ذلك كلف الأمير عبدالوهاب بن عامر بضم منطقة المخلاف السليماني وبالفعل قاد الأمير عبدالوهاب بن عامر جيشا كبيرا جدا ورغم المراسلات التي حدثت بينه بين الشريف حمود أبو مسمار إلا أن الشريف حمود أبو مسمار رفض التسليم وعلى إثر ذلك حدثت معركة أبو عريش المشهورة والتي كان القتلى فيها بالمئات كان القتل فيها شديدا للغاية وتمكن الأمير عبدالوهاب بن عامر من بسط سيطرة النفوذ السعودي على منطقة المخلاف السليماني وإقرار الشريف حمود أبو مسمار أميرا على المخلاف السليماني وهذا كان سيكون له تبعاته أو مشاكله الكثيرة بالنسبة للأمير عبدالوهاب بن عامر وبالنسبة للدولة السعودية الأولى سيقتل الأمير عبدالوهاب بن عامر على يد الشريف حمود أبو مسمار لاحقا في سنة 1224 اللي هي من خلال الوزير الحازمي؟ ولا هي ذلك؟ لا مختلفة طيب أنا ودي أعرف الحين ماذا صار على اليزيد؟ خرجوا من المشهد السياسي هجروا، قتلوا، خضعوا للحكم المدل السعودي صار هناك خضوع وبحسب المرويات حتى كان لهم حضور اشتركوا في بعض يعني فيه إشارات يعني كان لهم حضور ربما في هذه الإمارة لكنهم فعليا لم يعود لهم شيء يذكر نعم نعم وكيف كان المجتمع العسيري المجتمع في عسير أفون مع حكم الدول السعودية الأولى كيف نعكس على أنه المتحومي صار هو أمير عسير بنا شك كان هناك حالة من العسير فعلا حال أحد أعتراض؟ دخلت في تاريخ أبدا والعلماء الذين كانوا موجودين وكبار علماء ثقيلين يعني يعتبرون العلامة أحمد بن عبد القادر الحفظي والعلامة ابنه القاضي محمد بن أحمد العجيلي وكذلك العلامة محمد بن هادي العجيلي كل هؤلاء ترى يعني أيدوا أيدوا الدولة السعودية الأولى تأيدا كبيرا جدا بل صنفوا المصنفات وأرسلوا القصائد والأشعار التي تبارك جهود الدولة السعودية الأولى وتبارك جهود الأئمة السعوديين وتبارك جهود أيضا الأمراء الذين كانوا موجودين في منطقة عسير بن ألمتحني ويعني لعل من أشهرها مثلا قصيدة محمد بن أحمد القاضي عصائب في نجد تمهد للمهدي وتحيي موات الدين في القرب والبعد وهي على كأنها قصيدة معارضة أو على غراب من حيث المبنى على غراب قصيدة بن الأمير الصنعاني سلام على نجد ما منحل في نجد وإن كان تسليمي على البعد لا يشتي فكان هناك تأييد كان هناك تأييد كبير جدا لانضمام عسير للدولة السعودية وكان لهم حضور بل محمد بن أحمد القاضي محمد بن أحمد الحفظي يرد عند البهكالي وغيره أنه كان في حملة الأمير عبدالوهاب بن عامر لإقناع علماء المخلاف السليماني إقناع علماء المخلاف السليماني وأيضا للتأثير على على عدم معارضة النفوذ نفوذ الأمير عبدالوهاب بن عامر ومن ورائه طبعا النفوذ السعودي بس مثلا فيه في الروايات اللي تقول أنه كانت فيه في سرات عسير أنه نزعت نزع السلاح من القبائل بينما رفضت صحيح صحيح هناك هناك قلاق الحدثت مثلا في منطقة انتحامة عسير ولكن هذه الحادثة لم تكن ترى مثار إشكال كبير جدا لم تكن مثار إشكال كبير جدا وعولجت ودليل ذلك أن الأمير عبدالوهاب بن عامر ترأس وفدا من هؤلاء واتجهوا إلى إلى الدرعية وانتهى الإشكال وانتهى الإشكال بالكامل هو كان يتعلق بتسليم السلاح وهذا الأمر انتهى طب فيه بحث لعلي بن محمد أبو داحس يقول أبدالله أبو داحس أبدالله أبو داحس يقول أن في سببين يذكر سببين لانضمام عسيري دولة السعودية الأولى فيقول أن الأول مذهبي السبب الأول أنه مذهبي كون الدرعية السنية فهي أقرب لهم من جيرانهم أزيدية والإسماعيلي والسبب الثاني هو وجود طموح سياسي عند مرأس أنا لا أرى هذا الرأي أبدا كلا الرأيين لا أراهما ربما الرأي الثاني ربما فيه نوع من الوجاه لكن فيه رأي أقوى منه أو أرجح منه وهو أن المجتمع كان الذي حاله من التقبل لتسرب الدعوة الوهابية في المستوى نعم 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 كان هناك نوع من التبني الكبير والمطلق للدولة والدعوة كيف تسربت الدعوة إلى العسير؟ بحسب بعض المراجع التاريخية أنها قديمة جداً تعود إلى سنة 1177 مرحلة تسرب الدعوة وهذا طبيعي ووارد ومنطقي لماذا؟ لأن الدعوة في عام 1160 تقريباً وصلت إلى الحجاز وفي سنة 1160 في نفس العام تقريباً وصلت إلى اليمن في صنع فمن بابي أولى أن تكون منطقة عسير قد وصلتها منذ هذا التاريخ لكن بحسب ما نراه أو ما نقرأه من مدونات بأن حدثت بدأت الهجرات بدأت تسرب الأفكار انتشار أفكار الدعوة حدث في سنة 1177 وهذا هو المنطقي من 1177 حتى 1215 وهو انتقال أو انضمام عسير إلى كنف الدولة السعودية الأولى حدث التبني أو حدث الإيمان الكامل هناك تبني اجتماعي حدث فمسألة أنه بهذه منطقة عسير في ذلك الوقت ما يدحض مسألة التمذهب وكذا كانوا بعيدين جداً عن مسألة ما يعتمل في صنعة وأحوازها في المسألة المذهبية والشيء بالشيء يذكر يعني أود أن ننبه إلى أن الحالة المذهبية في اليمن الحالة الزيدية في اليمن تحديداً أو المذهب الزيدي في اليمن في ذلك الوقت لا أقول بأنه كان متسامحاً أو مفتحاً لكن كان هناك علماء مشتهدين علماء مشتهدين أقرب إلى التسنن منهم إلى التزيد مثل الشوكاني في تلك الفترة كان موجوداً ابن الأمير الصنعاني كان موجوداً وكان هناك حالة طبعاً منه والتراث الزيدي هو تراث طبعاً واسع الأرجاء والنظر إليه من زاوية واحدة نظرة قاصرة جداً وهو تراث واسع فيه كثير من الشطط والغلو وفيه كثير من التسامح والانفتاح وفي تلك الفترة تحديداً لم يكن هناك أي تأثير حتى يكون عند المجتمع تصور بأنه ننضم مثلاً إلى كنف الدولة السعودية الأولى بغضاً في التراث الزيدي أو بغضاً في المذهب الزيدي المذهب الزيدي كان بعيداً بالمرة مش كان مذهب موجود في عسير كانوا في الأغلب أو السائد لديهم أنهم كانوا شوافع متصوفة شوافع متصوفة وفيه براهين على ذلك وأدلة وهم على نفس الخريطة المذهبية أو على نفس السياق المذهبي في الحجاز وفي تهامة اليمن نفس كان هناك الطريقة أو الطريقة الصوفية فقهاً شوافع عقيدةً أشاعر بهذا الشكل وجود تركيات؟ هذا المفهوم صعب شوي كيف كل الموضوع صعب اليوم لا 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 لكني تحدث عن قضية ما المقصود بالشركيات؟ هل تقصد أن هناك مثلاً ربما يكون هناك ثقافة تبرك بأضرح أو أولياء أو كذا؟ طبيعي ربما يكون موجود الدكتور محمد الرزيف أيضاً في ذلك؟ لا جملة التفصيل لا ربما يكون موجوداً لأن التراث أو الثقافة الدينية المتصوفة الشافعية في تلك الفترة كانت يعني تهتم كثيراً بثقافة الأولياء تهتم بالمزارات فربما ربما يكون هناك وهذا يعني وهذا كان سائداً موجوداً في الجزيرة العربية فإذا كان موجوداً في أكثر مناطق الجزيرة العربية فالذي يمنع أن تكون عسيرة أيضاً فيها مزارات أو فيها نوع من التبرك بالأضرحة المنطقة التي كانت أقل منطقة في رأيي لم يكن فيها تبرك بالأضرحة والمزارات هو المنطقة الهضبة الزيدية في اليوم والسبب في ذلك لأن المذهب الزيدي يهتم كثيراً بالعقل وبالاجتهاد ولا يكرس كثيراً لثقافة الأولياء انتقال الأمارة من محمد العدلوحاب الأطامي هذه الانتقالات أثرت على عسير لا بالعكس هي كان لكل انتقال سياقة تاريخي وكانت في بعض الأحيان كانت كما يقال فلتة والسبب في ذلك كبر الأحداث التاريخية الأمير عبدالوهاب بن عامر قاد حملات شعوات طبعاً على منطقة الحجاز في سنة 1218 و 1219 ثم 1220 في سنة 1219 كانت هي انت تعرف ان الشريف غالب بمساعد في سنة 1218 حاصره الأمير سعود وقتها كان يسمى أميراً الإمام عبدالعزيز لم يزل حياً وتمكن الإمام سعود من السيطرة على مكة المكرمة والشريف غالب بمساعد كفى إلى منطقة أو إلى مدينة جدة حاصره الأمير سعود لكن لم يحدث لم يحقق الأمير سعود أي مكسب باعتبار أنه كان هناك مدد بحري من قبل الباب العالي للشريف غالب وكانت المدينة محصنة بشكل جيد وكان هناك حامية عثمانية فكان الأمر يعني صعب من كفى إلى الدرعية فرجع الشريف غالب بمساعد وسيطر على مكة في هذه الأثناء الإمام عبدالعزيز بن محمد كلف الأمير عبدالوهاب بن عامر بضرورة حصار الشريف غالب بمساعد ومحاولة إدخال الحجاز في كنف الدولة السعودية وبالفعل ترسل الحملات تلو الحملات في سنة 1218 1217 يسيطر الأمير عبدالوهاب على القنفذة وعلى الليث واضح أنه كان يريد حصر نفوذ الشريف غالب بمساعد في مكة وجدة بعد ذلك في عام 1218 يقيم حوالي لمدة سبعين يوما في ضواحي يلملم والسعدية ينشر نفوذ ويثبت نفوذ الدولة السعودية الأولى في جنوب مكة ويرسل كثير من الغارات والسرايا على تلك المناطق ويخضعها للدولة السعودية الأولى في سنة 1219 يصطدم مع الشريف غالب بمساعد في المعركة السعدية المشهورة وهي معركة ضخمة جدا قال أنه قتل من الطرفين حوالي ثلاثة آلاف مقاتل وذكرها ابن بشر وذكرها دحلان في خلاصته وذكرتها صاحب الظل الممدود وكانت معركة تقريبا فاصلة حطمت قدرات الشريف غالب العسكرية ولذلك في السنة التي تليها 1220 استسلم الشريف غالب وكان طبعا على بغض شديد لصهره عثمان المضايفي الذي انحاز إلى السعودية فلم يرد أن يكسب مجد التسليم لهذا الرجل فرأى أنه يسلم الأمير عبدالوهاب بن عامر والأمير عبدالوهاب بن عامر كانت أنا ذاك جيوشه على مشارف الحجازة فحدث تسليم المدينة له في سنة 1220 1805 ميلادي وعلى أثر ذلك أصبح الحجاز منظويا تحت سلطة الدرعية فكان لعسير دور جوهري في توسع الدولة السعودية بالأمير عبدالوهاب بن عامر كما قلت لك هو سيف من سيوف الدرعية وهو الذي مد نفوذ الدولة السعودية الأولى على منطقة غرب وجنوب الجزيرة العربية وكان قوي النفوذ بدرجة كبيرة إلى درجة الرحالة دومينغو بادي الأسباني وصل إلى مكة في سنة 1220 1805 وشاهد جوش القوات السعودية مع الإمام السعود الكبير ومع الأمير عبدالوهاب ومع جميع قادة الدولة السعودية الأولى فكان يقول بالحرف أن الرجل الثاني في الدولة السعودية الأولى هو الأمير عبدالوهاب بن عامر كان رجل له حضور قوي جدا على إثر ذلك هذا الأمير بعد أن استولى أيضا على منطقة المخلاف السليماني أرسل قوة عسكرية كبيرة سيطرت على منطقة بدر في ناجران وبنى قلعة هناك عسكرية كبيرة جدا بأمر الإمام سعود بن عبدالعزيز الكبير على إثر ذلك بعد عام 1220 يبدأ الشريف حمود أبو مسمار يتمرد على الدولة السعودية الأولى من خلال رفض الضرائب أو من خلال رفض أن يدفع الجبايات التي كانت وكان موجود في أبو عريش نعم كانت العاصمة أبو عريش عاصمة المخلاف السليماني وكانت أول بذور المشكلة حين طالب الشريف حمود أبو مسمار بفصل المخلاف السليماني إداريا عن إمارة عبدالوهاب بن عامر الأمير عبدالوهاب بن عامر والإمام سعود الكبير استجاب لهذا الطلب استجاب لأن يفصل المخلاف السليماني فكان هذا سبب لأن يقوم الإمام سعود الشريف حمود أبو مسمار يتوسع في اتهامة اليمن باسم الإمام سعود طبعا لكن أصبح يتقوى 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 مع الوقت حتى في نهاية المطاف بدأ يتمرت ففي سنة ولأسباب كثيرة وأحداث تاريخية كبيرة الإمام سعود الكبير رأى أنه لابد من استدعاء الرجلي في حج عام 1223 في مكة وبالفعل جال الأمير عبداللهاب بن عامر أم الشريف حمود أبو مسمار فقد اعتدر وأرسل أحد أبنائه في كل موقفها الأمير عبداللهاب بن عامر كان دائما ما ينذر ويحذر الدعية من وسألة من وسألة ولاء الشريف حمود أبو مسمار وأنه ينتصر في اليمن أو يحقق انتصارات في اليمن بريح الدولة ولمجده الشخصي فقط كان الأمير عبداللهاب ينظر إلى هذه المسألة على هذا النحو وبالفعل فرح عبداللهاب على الإمام سعود الكبير رأى أنه لابد من حسم المسألة بين الرجلين بإحضارهم جميعا في مكة في حج عام 1223 بالفعل الأمير عبداللهاب بن عامر حذر أما الشريف حمود فقد بعث بعض أسرته فغضب الإمام سعود الكبير غضبا شديدا جدا ولأسباب كثيرة إلى درجة أنه سك سك بعض العملات باسمه وهذا يعتبر نوع من أنواع السيادة أو نوع من أنواع الاستقلال كما تعلمون وهذا السبب والشريف حمود أبو مسمار يعتبر داهية من دهات العرب وداهية في وقته يعتبر قائد وسياسي محنك الخلاصة أنه أرسلت الجيوش يقودها الأمير عبداللهاب بن عامر وكانت الأعداد غفيرة جدا يعني ربما الشوكاني هو المقل يقول أن عدد الشوكاني أو غيره لعله البهكلي يقول أن عدد مقاتل للأمير عبداللهاب 20 ألف وبعضهم أوصله إلى 50 ألف وبعدين الشريف حمود أبو مسمار استمد الإمام المنصور في اليمن وعقد معه تحالفا لقتال الأمير عبداللهاب بن عامر والدرعية أرسلت قادتها العسكريين ضمنهم بعض إخوة عثمان المضايفي القائد العسكري الصابي العتيبي وغيرهم وابن شكبان وغيرهم أشارت إلى أن الأمير عبداللهاب بن عامر يكون صاحب القائد العام للحملة ففي خلال مضي هذه الحملة حتى وصلت إلى وادي بيش شمال المخلاف السليماني ولا يظن أبدا أن الشريف حمود أبو مسمار سيهاجم الجيش كان يظن أنه سيبقى في مدينته وستحاصله القوات السعودية لكن حدث أنه بحسب بعض المصادر أنه باغت القوات السعودية وعلى إثر هذه المباغتة أو الهجمة أو الاشتباك قتل الأمير عبداللهاب بن عامر لطف الله جحاف في كتابه درر حور الحور العين يقدم وصفا سرياليا لوقاء المعرك فيقول أن الأمير عبداللهاب بن عامر فتل رمحة وحمل على حامل الراية البكيلية بكيل في اليمن قبيلة كان الشريف حمود أبو مسمار يستمدهم معه كمقاتلين ففتل رمحة فحمل على حامل الراية البكيلية فقتله فأطلق الجيش رصاصه على الأمير عبداللهاب بن عامر وقتل في أثناء حملة البكيلية فانتصر جيش الأمير عبداللهاب بن عامر بحسب أيضا جحاف يقول أنه ثمانية أشخاص من أسرة ألب من إخوة الأمير عبداللهاب وابناء عمومته قتلوا حين رأوا عبداللهاب بن عامر قتيلا عافوا الحياة فقتلوا عن بكرة أبيه دخلوا في أتون المعركة حتى قتلوا ويقدم جحافة وصف سريالي كبير جدا مشاهد يعني عجيبة وهو رجل مؤرخ كان معاصر الأحداث وفي نفس الوقت لديه براعها إلى جدا في الكتابة التاريخية واستحضار المعلومات التاريخية بشيء يدعو للدهشة ونعتبره يعني هو من أعظم مؤرخ الجزيرة العربية يعني في وقته تقريبا الحاصل أن الأمير عبداللهاب بن عامر قتل بحسب المصادر يقول جحاف أيضا وطار في جميع نجد عسير قتل أبي نقطة وكان لا يساون به أحد يعني كان موته رزية فادحة كما يقال وحتى البهكلي رغم أن البهكلي هو من رجالات الشريف حمود أبو مسمار ما وسعه إلا أن يثني على الأمير عبداللهاب بن عامر حين قتل يقول وبلغني أنه في تلك الهجمة أو فيما مضمونه قتل الأمير الفارس الباسل عبداللهاب بن عامر قائد تلك البنود أو قائد تلك الجنود ومبندة تلك البنود ثم يصف مكان قتله فرغم أن البهكلي معارض للأمير عبداللهاب بن عامر وهم رجالات الشريف حمود لكن ما واسعه إلا أن يثني عليه فالأمير عبداللهاب بن عامر كان ثقيل جدا في منطقة جنوب ضرب الجزيل العربية بلا شك في هذه المعمعة يتولى الأمير طامي بن شعيب بن عمي وكان ذراع أيمن كان الذراع الأيمن للأمير عبداللهاب بن عامر ويبدأ تبدأ إمارته من سنة 1224 من حين مقتل الأمير عبداللهاب بن عامر حكم لمدة ستة سنوات كل جهود الأمير طامي بن شعيب تمحورت حول محددين اثنين لا ثالث له محدد الأول إدراك الثأر وضم المخلاف السليماني لمنطقة عسير اللي الدولة السعودية الأولى الأمر الآخر والثاني الدفاع عن الدولة السعودية الأولى لأنه بدأت الآن تتدفق حملات محمد علي باشر فكانت كل جهوده السياسية والعسكرية منصبة في هذين المحددين لا تخرج عنهم فيما يخص المحدد الأول حاول الأمير طامي بن شعيب أن يستولي على منطقة المخلاف السليماني وبذل جهودا كبيرة وسيطر على منطقة اتهامة اليمن سيطر على اللحية وسيطر على الحديدة وهذا هذا الاستيلاء أو هذا الانضواء هذا يثبت أنه في مناطق مناطق لم تخضع لليمن السياسي لفترات طويلة خضعت لمنطقة عسير أو ربما حتى المخلاف السليماني فعودا على بدء فسيطر الأمير طامي بن شعيب على منطقة اللحية والحديدة في سنة 2225 ثم أيضا قاتل الشريف حمود أبو مسمار في معركة مشورة تسمى معركة بربر هزم الشريف حمود ونجح الأمير طامي حقيقة في التضييق الخناق على الشريف حمود أبو مسمار ومحاصرته بالنفوذ السعودي سواء من شمال المخلاف أو من شمال إمارته وحتى جنوبها منطقة اتهامة اليمن خرجت عن سيطرة الشريف حمود وأصبحت للأمير طامي بن شعيب ويبدو أن الإمارة الشريف حمود كانت مع الوقت مندرجة مندرجة ضمن النفوذ السعودي لا شك في ذلك لكن الذي غير المعادلة أن الدولة السعودية الأولى تهمها أمره كبير وهو ما يخص ببداية تدفق حملات محمد علي باشا سنة 1226 وعلى إثر ذلك تنفس الصعداء طبعا الشريف حمود أبو مسمار بهذه وكذلك حتى إمام اليمن وعلى إثر ذلك لأن التمدد السعودي كان دائما يتجه جنوبا عن طريق مراء عسير وحتى عن طريق الشريف حمود أبو مسمار في فترة من فترات فالإمام اليمن تنفس الصعداء الإمام المتوكل في هذه الأثناء كان الإمام المتوكل ابن الإمام المنصور بدأت حملات طوصون باشا في سنة 1226 1811 واشتركت أو اشترك الأمير طامي بن شعيف في معركة وادي الصفراء بمقاتله واشتركت منطقة عسير بمقاتليها وانتصرت القوات السعودية انتصارا مبينا وكبيرا في معركة وادي الصفراء وبحسب بعض الروايات انه كان القتلى بالآلاف تقريبا حوالي أربع آلاف أو كذا يأخذ على القوات السعودية في هذه التوقيت بأنها لم تطارد فلول القوات العثمانية وقوات طوصون باشا وبعض المؤرخين يعللون هذا بأنه ربما يكون سبب ذلك خوفا من بعض الكمائن أو ربما أنه كان هناك أيضا قتلى كثر في صفوف القوات السعودية نظرنا حوالي تقريبا ستمائة قتيل بحسب بعض الروايات على ما أذكر انكفعت قوات طوصون باشا في يوم ومحمد علي باشا بدأ يرسل القوات والتعزيزات العسكرية وبالفعل طوصون باشا قبيل تقدمه عمل خطة ذكية أو عمل عملا سياسيا يعني كان يصب في مصلحتي بدرجة كبيرة جدا وهو مراسلة الشريف غالب أمساد وهو والي من أولاة الدولة السعودية الأولى فرسله وأبدأ شريف غالب استعداده لفتح أبواب الحجاز لطوصون باشا وهو كان وليا على الحجاز على الحجاز تابعا للدولة السعودية الأولى وبالفعل تقدمت قوات طوصون باشا وحاصرت المدينة منورة وللعلم المدافعين أو أصحاب الحامية الموجودين في المدينة منورة كان أكثرهم من منطقة عسير هذا من حسب المصادر الموجودة كان قائد الحصار واحد اسمه أحمد بونابرت بونابرت؟ أحمد بونابرت كناية بنابليون بونابرت الفرنسي وكان رجل مشهور بالشراسة والغلظة فأعطى هؤلاء المقاتلين الأمان بعد حصار شديد استمر لعدة أسابيع طبعا وبعد أن يئس هؤلاء المقاتلون من وجود امدادات أو فك للحصار فأعطاهم الأمان مقابل التسليم فسلموا أنفسهم فقام بقتلهم عن بكرة أبيهم في انتهاك صارخ وكان عدد القتلى تقريبا بعض المصادر تقوب بالألاف لكنهم على أقل تقدير بالنيات وفي أثناء النبش طبعا في الحوادث التاريخية مثل هذه الحوادث التاريخية أنا أذكر أن بورك هارت السويسري الرحالة مشهور كان معاصر الأحداث في تلك الفترة وحاضرا في الحجاز يقول أن أحمد بونابرت جمع الجماجم من القتلى ووضعهم على هيئة برج على أطراف المدينة المنورة في عملية إرهابية أو في عملية لإرعاب أو تخويف الناس وكذا وكنت أظن هذه المعلومة عند بورك هارت وغلق فيها حتى وجدت ما يسندها في مخطوط يمني مخطوط يمني يشير يقول بالنص أنه في سنة 1227 أخبر الحاج منصرفة في أثناء منصرفه أنهم وجدوا قبة معمورة من أتباع السعودي قبة معمورة من جماجم القتلى والكلى الموردين مختلفين هذا المصدر بورك هارت يأخذ مع مشاهداته أو من عاصره أو من شاهد هذا الرجل يأخذ المؤرخ اليمني يأخذ من هؤلاء الحجاج فالموارد مختلفة ومع ذلك اتفقوا هذا يشير إلى أنه الحقيقة فعلا واقعة لأنها لم تذكر في المصادر المحلية الأخرى سواء النشدية أو الحجازية أو غيرها الحاصل أنه أصبحت استولى على المدينة منورة طوصون باشا ثم فتحت أبواب الحجاز تمت السيطرة على منطقة مكة وجدة والطائف وكان ذلك في غضون سنة 1228 وأصبحت انكفأت القوات السعودية وأصبحت النقطة الاستراتيجية لهم هي منطقة تربة والتي فيها ما أثير حول الفارسة أو المرأة غالية البقامية التي يعني بذلت المال والجاه في سبيل النوم في سبيل إلهاب حماسة المقاومين وتربة كانت منطقة استراتيجية باعتبار أنها تربط بين المقاتلين القادمين من وسط الجزيرة العربية والقادمين من جنوب بردية الجزيرة العربية وهي أشبه ما تكون أيضا بالحصار على نفوذ محمد علي باشا في الحجاز كانت نقطة مهمة جدا كاستراتيجيا خلال هذه الأثناء يأتي محمد علي باشا بقضه وقضيضه على رأس حملة مكونة من أربعة آلاف جندي يصلون إلى الحجاز وأول قرار اتخذه هو الامساك بالشريف غالب لمساعد وهذا جزاء سنمر أمسك به ونفاه وعزله إلى سالونيك مدينة الآن في اليونان ويعين ابن عمه يحيى بن سرور شريفا لمك يرسل الحملات العسكرية أو يقود الحملات العسكرية يهزم مصطفى بك تقريبا أحد القادة قادة محمد علي باشا في منطقة تربة يفكر محمد علي باشا في هذه الأثناء تحديدا كان الأمير طامي بن شعيب يقوم بهجمات وغارات عسكرية على منطقة جنوب الحجاز على منطقة بحراء على منطقة الليلث وسببت أشكالا عسكريا واضطرابا عسكريا لدى محمد علي باشا فمحمد علي باشا أراد أن يضع له قاعدة متقدمة في منطقة عسيك فأراد أن يسيطر على مدينة القنفذة وهميناء بحري يتوسط تقريبا في جنوب الحجاز وشمال تهامة عسيك وبالفعل تأتي قوات محمد علي باشا وتسيطر على القنفذة واضح أنه هناك عيون أو استخبارات لدى الأمير طامي بن شعيب ويداهم مدينة القنفذة بحوالي عشر ألف مقاتل يداهم هؤلاء الذين استولوا العثمانيون الذين استولوا على القنفذة وتدور معركة شرسة جدا يقتل حوالي ألف مقاتل أو جندي من أتباع محمد علي باشا ويسيطر الأمير طامي بن شعيب مجددا على القنفذة يتقدم يحاول أن يتقدم محمد علي باشا عن طريق بلاد غامد وزهران آثر أنه يتقدم عن طريق المتن الجبلي بدل الساحلي وكان هناك قائد المشهور بخروش كان هناك أوم سيطر على منطقة زهران وكذا وهو تابع للدولة السعودية الأولى ومقاوم وفارس يحاولون أن يتقدموا نحوه وحاصروه في منطقة الأرطاوية أو الأطاولة أظن أطاولة فحين حاصروه في هذه القرية يتفاجأ العثمانيون بقدوم أيضا حملة عسكرية قدر أمير طامي بن شعيب لفك الحصار ويهزم أيضا هزيمة ساحقة ويقتل المئات محمد علي باشا يصبح في حرج كبير جدا في داخل الحجاز أو في منطقة الحجاز ويقرر أنه لابد من سحب المقاتلين السعوديين إلى معركة فاصلة تحسم المسألة وبالفعل يتجهون يتجه إلى منطقة تربة وهو كان بواضح من هذه العملية أنه يريد فك الارتباط بين المقاتلين القادمين من وسط الجزيرة العربية وبين القادمين أيضا من جنوب برب الجزيرة العربية ويتوجه إلى تربة يأتي من الطائف يتجه إلى ناحية وادي كلاخ وإلى منطقة بسل القوات السعودية تحشد جميع قواتها تقريبا طبعا من الأشياء المحزنة والمؤسفة أنه في تلك الفترة يموت الإمام السعود الكبير قبيلها في سنة 1229 1814 ميلادي قبيل بسل والإمام عبدالله بن سعود قائد عظيم وشجاع جدا لم تكن تنقصه للخبرة ولا في رأي الفروسية ولا في رأي حتى التدبير العسكري لكن هناك ظروف كثيرة جدا هي التي لم تساعد في المسألة كان من أهم تفوق السلاح العثماني كان من أهم وجود جيش منظم وإمدادات متواصلة فكل هذه الأسباب طبعا تحمل بلا ريب يعني إضافة إلى وجود وجود ولاه يعني وجود ولاه أو بعض القيادات التي في نهاية المطاف انضمت إلى مثل الحملات محمد علي باشر هذا لا شك أنه فت في عضب الدولة السعودية الأولابية لا شك الحاصل أنه تحشد القوات السعودية حوالي 30 ألف مقاتل يقودها الأمير فيصل بن سعودي يأتي من وسط الجزي العربية بعشرة ألف مقاتل يأتي الأمير طامي مشعيب بعشرين ألف مقاتل ثلثة لية الجيش ويجتمعون في منطقة بسل وتبدأ الحرب وكان دائما المقاتل السعودي بحسب المصادر من عادة أنه يقاتل من وراء التلال أو من خلف الحزون اللي كانت موجودة والسبب في ذلك هو لتفادي ضعف سلاحه ضعف سلاحه للعسكر محمد علي باشر بتدبير منه حاول أن يسحب المقاتلين السعودين إلى سهل بسل وبالفعل نجح في ذلك أظنه يعني حاول أن يبين لهم أنه هزم وانسحب حتى إذا وصلوا إلى سهل بسل عادة فأطبق عليهم وحدثت بينهم معركة شرسة جدا ابن بشر لأنه متعاطف فيقول أنه عدد القتل مئة مئة قتيل فقط من الجيش القوات الأمير فيصل بن سعود في حين بورك هارتس ويسري يقول عدد القتل ستة ألف ولوريامر تقريبا يقول خمسة ألف وهذا هو الأدق ولا صحيح المنطقي مع الأحداث هو المنطقي وعلى إثر ذلك وطبعا في مشاهد كبيرة جدا وبطولية وسريالية حتى ذكرها بورك هارتس ويسري من ضمنها مثلا أنه ثلاثمائة يقول من منطقة عسير من المقاتلين أنهم ربطوا أقدامهم أرجلهم لكي لا يعفر ثلاثمائة شخص وأنهم قتلوا عن بكرة بهم وقطعوا إربا إربا وكان هذا على فكرة هذه أو هؤلاء المقاتلين لا يزالون أحفادهم موجودين إلى اليوم يعني حتى عشيرتهم أصبحت أشبه ما تكون مثل الاعتزاء والنخوة يقال لهم صبيان الركبة إذا احتفلوا وابتهجوا نزالوا معروفين معلومين إلى الآن الحاصل أن هذه الأحداث البطولية الكبيرة ومع هزيمة القوات السعودية وانتصار محمد علي باشا يتقدم جنوب يتقدم جنوب من الواضح أن السبب في ذلك استراتيجي بحث يتعلق بتأمين منطقة الحجاز والتفرغ لاحقا إلى منطقة نجد وهو مأمون الضخل ويعني هو لديه قناعة كاملة أنه لكي تسيطر على منطقة الحجاز بالكامل لابد من السيطرة على منطقة عسير وهذه المسألة هي مسألة محسومة في التاريخ الحديث الدولة السعودية الأولى حين سيطرت على منطقة الحجاز لم تسيطر عليها إلا بعد ما سيطرت على منطقة عسير ثم حين جاء الملك عبد العزيز لم يسيطر على منطقة الحجاز إلا حين سيطر على منطقة عسير قبيلها بعدة أعوام فالعملية محسومة تماماً السيطرة على منطقة عسير يعني أن تضع سداً بينك وبين اليمن وفي نفس الوقت يعني أن تؤمن الحجاز بشكل نهائي والمناطق المملكة العربية السعودية هي منتظمة أو مرتبطة ببعضها البعض ولذلك حتى الملك المؤسس لاحقاً ربما سنتحدث يضم منطقة عسير ليس فقط لضم منطقة عسير فقط وإنما لما يترتب عليه للنتائج المترتب عليه وضع سد هنا في اليمن أمام اليمن والسيطرة على منطقة الحجاز بشكل نهائي هذا ثابت تاريخي ماذا حصل بعد بسل تقدمت قوات محمد علي باشا طبعاً ما الذي حدث؟ الذي حدث أنه انتهت المقاومة الموحدة كما يقال بالكامل أصبح كل أمير يدافع عن بلدته أو منطقته أو منطقة نفوذه تقدم صوب منطقة عسير وطبعاً في أثناء تقدمه تلك المناطق هي مناطق مكشوفة وسهلة للغاية فالأمير طامي مشايب لم يكن لديه أي خيار على المواجهة أو الصدام معه ولذلك سيطرة سريعة على منطقة رانيا على منطقة بيشة ثم دخل إلى منطقة الخميس وثم صعد غرباً واتجه إلى الجبال الغربية منطقة عسير وفي الأمير طامي مشايب قسم يعني مقاتليه إلى ثلاثة أقسام قسم في منطقة تسمى الطلحة موجودة في شرق ملدة طبق شمال مدينة أبها منطقة جبلية وعرة إلى حد ما يمكن يمكن الإثخان في الجيش القادر من خلالها أو من خلال التمترس وراء جبالها وفي قسم ثالث قسم ثاني موجود مع الأمير طامي وقسم ثالث موجود مرابط في بلدة طبق يقود الأمير محمد بن أحمد المتحمي ابن عمه وبالفعل يتجه الجيش وفي أثناء وصوله إلى الطلحة يتعرض محمد علي باشا لكمين كبير جداً يقتل على في ذلك الكمين مئات القتل حوالي ثلاثمئات قتيل لكن مع ذلك محمد علي باشا مصمم بنفسه أن يتقدم وينهي مسألة طبق وينهي مسألة الأمير طامي بشعيب يتقدم حتى يصل إلى بلد الطبق ويدكها بالمدافع وعلى إثر ذلك يعلن محمد بن أحمد في داخل المعاقل والحصون استسلامه فيستسلم له أما الأمير طامي بشعيب فاتجه جنوباً وحين اتجه جنوباً ضاقت عليه الأرض بما راحبت وأصبح كما يقال قل ناصر ولم يجد بدا من أن يتجه إلى غريمه التقليدي في المخلاف السليماني إلى الشريف حمود أبو مسمار يتجه إلى الشريف حمود أبو مسمار في المخلاف السليماني وكانت وقتها مدينة صبيع تابعة للأمير طامي بشعيب بمقتضى اتفاقيات مع الشريف حمود اتفاقيات يعني بعد معارك وكذا يرد الخبر للوزير الحازمي الحسن بن خالد الحازمي وهو علامة وفقيه ويعتبر يعتبر صاحب السيف والقلم في إمارة الشريف حمود أبو مسمار يرد الخبر للحسن بن خالد الحازمي فينطلق إلى صبيع ويقال أن الأمير طامي بن شعيب عرض بأحد علماء أهل النعمي في منطقة الدهنة قريبة من صبيع يستشيره أين يذهب فأشار عليه النعمي بأن يتجه إلى المناطق الشرقية من مدن منطقة المخلاف السليماني باتجاه بني مالك وفيفا بلاد فيفا لأنها جبلية صعبة لكن إذا حم القدر يعني كما يقال عمي البصر انتهى الأمر فالأمير طامي بن شعيب أصر على أن يذهب إلى صبيع إلى غريمه التقليدي وبالفعل يلتقي به الوزير الحازمي ويضعه في أصفاده ويأسره ومحمد علي باشا يسيطر على منطقة عسير في هذه الأثناء ثم يرسلوا كتيبة عسكرية تطارد الأمير طامي بن شعيب محمد علي باشا طبعا رجل داهية مهما هذا لا يمنع بأن نقول أنه داهية حتى وإن كان خصما في هذا السياق طبعا يرسلوا كتيبة يقودها الشريف راجح الشمبري أحد الأشراف الموجودين في الحجاز الشريف راجح الشمبري رجل قيادي برقاماتي من طراز محظ يعني كان من قيادات الدولة السعودية الأولى ثم حين جاءت الحرب قلب ظهر المجن كان من رجالات الشريف غالب حين عارض الدولة السعودية الأولى ثم أصبح من رجالات الدولة السعودية الأولى ثم الآن أصبح من رجالات محمد علي باشا وحين أرسل محمد علي باشا الشريف راجح تحديدا لأنه يعلم أنه سيخاطب أشرافا مثله وكان حريصا على الإمساك بالأمير طامي بن شعيب والأمير طامي بن شعيب وقتها كان كبيرا في السن طاعنا ربما يصل إلى الثمانين أو فوق أكثر من سبعين سنة إلى شك بحسب الأوصاف التي طلعنا عليها وبالفعل يتجه الشريف راجح ويتفاوض مع الوزير الحازمي وزير الشريف حمود ويتم تسليمه إلى الأمير إلى محمد علي باشا والشريف راجح الشمبري وبالفعل يتجه إلى الحجاز ويطاف به في شوارع أزقة القاهرة ثم يرسل إلى إسطنبول وفي باحة تقريبا أيا صوفيا أو في تلك المناطق يقتل في سنة 1230-1815 ميلادي على غرار من سبق مثل الأمير عثمان الطائف الذي كان أميرا على الطائف يتقدم طامي بن شعيب في الإعدام بتقريبا سنة 1228 أو آخر عام 1228 محمد علي باشا قبل أن يغادر ويرجع إلى الحجاز أعادت ترتيب المشهد السياسي في عسير ووضع بعض الزعماء القبليين الجدود ووضع بعض الموالين له وهكذا واتجه ويبدو أنه ما وصل إلى القاهرة إلا ومحمد بن أحمد المتحمي الأمير الذي يسمى الجزار كناية عن بطشه وقوته ولا شك أنه بطشه وقوته كانت بسبب صعوبة المرحلة وعلى أثر ذلك يقوم الأمير محمد بن أحمد بثورة على الحاميات العثمانية الموجودة التي كان أشهرها موجودا في بلدة طرد يطرد هذه الحامية ويسيطر على المنطقة ويبدأ يريد أن يدرك الثار أيضا من الشريف حمود أبو أسمار بسبب قتله أو بسبب الأمير عبدالوهاب بن عامر ثم الأمير طامي بن شهير وعلى أثر ذلك تدين له المنطقة ووقتها كانت الدولة السعودية الأولى قد بدأت وقتها كانت يبدأ النزاع يعني إلى حد ما يستحر بين توصون باشا وبين الإمام عبدالله بن سعود في منطقة نشط يتقدم الأمير محمد بن أحمد يسيطر على المنطقة ثم يصطدم مع الشريف حمود أبو أسمار لكنه يهزم في معركة الدرب ويقتل من جيشه مئات القتلى الشريف حمود أبو أسمار وقتها بات قويا للغاية لأنه يسيطر الآن على منطقة المخلاف السليماني واتهامة اليمن فحتى مواردها الاقتصادية جيدة جدا في استطيع أن يحشد المقاتلين ويستطيع أنه وهو رجل أيضا فاهرس على جانب كبير من الدهاء فقتل محمد بن أحمد لا نجأ نجأ لكنه لم يستطع الانتصار في هذه الأثناء تحدث حملة أخرى من؟ من محمد علي باشا يرسل حملة أخرى للقضاء على الشريف على الأمير محمد بن أحمد المتحمي وعلى إثر ذلك ترسل هذه الحملة العسكرية وتعود وتسيطر على المنطقة تسيطر على المنطقة سيطرة كبيرة جدا وعلى إثر ذلك أيضا يرجع محمد الأمير محمد بن أحمد ويثور مرة أخرى في هذه الأثناء يبرز الأمير سيد بن مسلط يبرز الأمير سيد بن مسلط طب جديد محمد بن أحمد جسار عليش جسار وشي صار وشي الأشياء اللي هو سواها في عسير اللي استعادته وأخذ سيطر على الإمارة سيطر على الإمارة لكن دخل في حروب مع العثمانيين دخل في حروب مع العثمانيين في حملة مشهورة تسمى حملة حسن باشا سيطر على منطقة عسير وعلى إذن ذلك يبدأ مع ضغط الحملات العثمانية يبدأ هناك تململ من المجتمع في منطقة عسير يصبح عند الناس أو بعض الأهالي في المنطقة رغبة أو تعب من ضغط الحملات العثمانية يبدأون ينقسمون حول شرعية الأمير محمد بن أحمد مين كان يحكم ابان حكم السيطر العثمانية؟ يحكم من؟ عسير محمد بن أحمد لا 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 من الطرف العثماني لا يوجد قيادات عسكرية حاميات عثمانية حاميات عثمانية حاميات عثمانية وفي تقريبا فيه ربما ولااءات أو من بعض الزعماء القبائل لا فكان فيه بس الأمير محمد بن أحمد أي فيبدأ يبدأ تبدأ هناك انقسام داخلي بسبب ضغط الحملات بسبب مع ضغط الحملات العسكرية وكذا يبدأ هنا يصعد دور الأمير سعيد بن مسلط والأمير علي بن مجثل في بلدة السقع ويتفقون مع الأمير محمد بن أحمد على المقاومة لا يختلفون معه في هذه المسألة مطلقة لكنهم يقولون له بالنص أنه لا بد من الاستنجاد بالشريف حمود أبو مسمار ليصبح معنا وهم في هذه العملية أنا أعتبرها كانت في غاية الذكاء هم كانوا يريدون توحيد الجبهة العسكرية ضد قوات محمد علي باشا وضد حملاته لأنهم كانوا الآن يقاتلون على جبهتي يقاتلون الشريف حمود أبو مسمار ويقاتلون محمد علي باشا فبحسب الروايات والمصادر التاريخية الموجودة واضح أنه لأمراء عسير في تلك الفترة أنه خاصة الأمير سيده المسلط والأمير علي بيم جثل كانوا يعرفون أنه الشريف حمود أبو مسمار قد تردت علاقته بمحمد علي باشا لأسباب كثيرة لأسباب كثيرة كان من ضمنها مثلا تحريض الإمام المتوكل في اليمن على الشريف حمود أبو مسمار يعتبرونه بأنه هو أول من من عاد اليمن وسيطر على منطقة اتهامة اليمن وموانئ اليمن أيضا الشريف علي بن حيدر كان منافس على السلطة في أبو عريش للشريف حمود أبو مسمار وهذا ما جعله يلوذ بمحمد علي باشا ويقيم في مدينة القنفذة عند أحد القادة يسمى جمعة آغم وهناك تحريض كبير جدا من هذا الرجل الشريف حمود أبو مسمار أيضا كان لديه الحسن بن خالد الحازمي والحسن بن خالد الحازمي هو عالم دين وفقه وكان رجل له موقف واضح وصارم تجاه العثمانيين ولذلك لم يقبل واضح أنه كان رأي الحسن بن خالد الحازمي يؤثر في الشريف حمود يؤثر في أن يتبنى الشريف حمود موقفا مناهضا للعثمانيين بس الشريف حمود أعطى طامه لا شك لكن لنتذكر أن الحسن بن خالد في آخر عيامه أصدر الفتاوى في تكفير الدولة العثمانية أو في تكفير العثمانيين نعم في آخر المطف ومات قتيلا على يد الأتراك العثمانيين وهذا من المفارقات وحتى من المفارقات العجيبة وحركة التاريخ بطبيعتها حركة ماكر يعني مهما كان إذا كان الأمير عبدالوهاب بن عامر قتل في ودي بيش في المخلاف السليماني وطامي بن شعيب أسرة في المخلاف السليماني فالوزير الحازمي قتل في بلاد عسير والشريف حمود أبو مسمار مات في بلاد عسير فحركة التاريخ حركة ماكرى جدا بل إن الشريف راجح الشنبري الذي سلم الأمير طابي بن شعيب سيقتل في بلاد عسير سيقتله مقاتل الأمير سعيد بن مسلط سيطاردون فلول القوات المنهزمة في سنة 1238 ويدركونه في منطقة الشرقية منطقة عسير ويقتلونه هناك كما ذكر ذلك الرحالة موريس تاميزي متاز الآن محمد بن أحمد السيدون صلى الله عليه وسلم جثل اتفقوا تحت راية واحد اتفقوا هناك قيادة جماعية لكن الأمير الأمير يعني هو الأمير محمد بن أحمد طب هم لا شك لا شك لا شك هم يعتبر تعتبر القيادة عند محمد بن أحمد الأمير محمد بن أحمد لا شك وراحوا كلموا الشريف كلموا الشريف حمود أبو مسمار وقالوا له بأنه لنتحد ونقاتل العثمانيين وبالفعل يأتي الشريف حمود أبو مسمار ويقاه لأنه كان هناك طموح شخصي للسيطرة على منطقة عسير آه فقال وأيضا هذا أيضا ربما يكون سببا استراتيجيا وهو أراد أن تكون خطا دفاعيا أوليا تحمي السيطرة أيضا على منطقة عسير يعني أن هناك مصد يحمي إمارته من أي حملة قادمة من الشمال وكانت كل الحملات العسكرية تأتي من الحجاز فربما تكون أيضا هذه الرؤية موجودة لديها الحاصل أنه تتجه القوات قوات محمد علي باشا إلى عسير إلى عسير يقودها سنان آقا ويصعدون من عقبة شعار الشريف حمود أمس قبيلها الوزير الحازمي يتجه من منطقة المخلاف السليماني ويصل إلى منطقة تسمى الحمة بين رجال ألمع والدرب ويصطدم مع يصطدم مع في سنة وكان ذلك في سنة تقريبا الف ومائتين ثلاث وثلاثين أو في مطلع ثلاث وثلاثين أو أواخر عام الف ومائتين وثلاثين ويقاتل حملة يقودها جمعة آغا وينتصر انتصارا كبيرا للغائح ويصعد من عقبة الصمة وحين صعد إلى عقبة الصمة شير العمراني في تاريخه إلى أنه كان يتجه واضح أنه كان متجها إلى منطقة السقى ليس إلى طبب وفي ذلك طبعا دلالة كبيرة جدا كان متجها إلى الأمير سعيد بن سلط والأمير علي بن مجثة لكن هذا من الواضح أن علاقاته الشخصية وعلاقاته القوية كانت بهذين الأميرين وأن هناك توجس وتخوف من ردة فعل إذا رأوا جيوشه فيه طبعا عند الأمير محمد بن أحمد المتحب وبالفعل ما كاد يصعد بحسب النصوص التاريخيين وما كاد يصعد إلى السرح حتى بدأ الحصار من مقاتل الأمير بحمد بن أحمد تقريبا لكنه نجى بعد أن ربما دفع أموالا ربما تدخل في الأمر الأمير سعيد بن سلط أو الأمير علي بن مجثل المهم أنهم أطبقوا في النهاية على مقاتلة العدو القادم في هذه الأثناء الشريف حمود أبو مسمار يصعد من عقبة ظلع ويصل إلى مدينة أبهل ويتجه شمالا نحية عقبة شعار في أثناء صعود حملة سنان آغا تحدث المعرك بين قوات الشريف حمود أبو مسمار والحسن بن خالد الحازمي وقوات سنان آغا بحسب المصادر التي بين أيدينا أنه مقاتلي الأمراء الثلاثة الأمير محمد بن أحمد والأمير سيد بن سلط والأمير علي بن مجثل كان يراقبان المشهد لمن تكون عليه الدائرة وربما يكون ترتيب عسكري مع قوات الشريف حمود انهزمت قوات الشريف عفوا حملة سنان آغا حزيمة مدوية جدا وعلى إثر ذلك أقدم المقاتلون بقية المقاتلين الذين كانوا مع الأمير محمد بن أحمد على تعقب فلول قوات سنان آغا حتى قتلته هو القائد سنان آغا وقتلت الشريف منصور بن ناصر الذي كان معارضا لعمه الشريف حمود أبو مسمار كان مع الأتراك العثمانيين وأيضا قتل حوالي ألف جندي من هذه الحملة وذهبت الحملة شذر مذر كما يقال لا نستطيع أن نستبين المشهد السياسي في عسير ماذا الذي سيحدث بعد هذه المعركة خاصة؟ ما هو نفوذ الشريف حمود أبو مسمار؟ ما هو نفوذ الشريف الأمير محمد بن أحمد؟ لماذا؟ لأن الشريف حمود أبو مسمار مات في ضدون هذه الأيام أو بعد المعركة بعدة أيام مات في مخيمه أو في معسكره والروايات حول تداعيات وفاته أو أسبابها لا يمكن القطع فيها هناك من يقول أنه أبناء الأمير طامي بن شعيب اغتالوه وهناك من يقول أنه مات جريحا وهناك من يقول أنه مات مريضا وترجح ورجح أنه مات مريضا رغم أن هناك رواية شفاهية تقول بأنه قتل على يد أبناء الأمير طامي لكن المؤرخين الأقرب والأكثر اتصاقا بالشريف حمود يقولون مات جريحا الله أعلم في بعض الأحداث التاريخية الحسم فيها يعتبر مغامرة علمية والوزير؟ أما الوزير الحازمي فبقي معه مرأسي جيوش الشريف حمود انسحبت وانكفأت على وجوهها إلى المخلاف السليماني وباعت الشريف أحمد بن حمود ابو مسمور وعلى أثر ذلك محمد علي باشا وبسبب حملة سنان آغا أقام الدنيا ولم يقعدها فأرزل حملة عسكرية كبيرة جدا يقودها خليل باشا سنة 1234 حملات حملات تلوى الحملات كم عدد هذه الحملات مثلا من حملات؟ هي أكثر مكثرة فيتي ممكن ربما تكون يعني خلال المائة سنة هي مائة سنة استغرقت الحملات العثمانية على منطقة عسير هي تضعف في فترة يقدر ربما يمر عقد كامل بدون حملة لكن ربما يكون هناك سنة أو سنتين تكون فيها ثلاثة أربع حملات هذا وارد لكنها أكثر من مائة سنة من سنة 1226 حجرية حتى سنة 1337 فكانت الحملات العثمانية لا تتوقف مثلا إما لإخماد ثورة إما لمجابهة إمارة إمارة سياسية مستقلة في عسير أو أمير مثلا أو هكذا المهم أنها لا تتوقف والحملة تكون بالآلاف عشرات الآلاف ربما في زي حملة تقريبا 2250 تقريبا بلغت 16 ألف مقاتل وبلغت أيضا في بعض الحملات أيضا ربما 20 ألف مقاتل حملة رضيف باشا كانت 20 ألف مقاتل وعدد كبير جدا وشي اللي حصل فيها؟ في ذلك الوقت سنأتي لها طيب عجل الآن رجعت قوات شريف من حكم عسير؟ فين وصن أنه مات الشريف أبو مسمار مات الشريف تمود أبو مسمار بايعوا أحمد بن حمود انكفأت جوش الشريف طبعا حمود أبو مسمار بقي الأمير محمد بن أحمد والأمير سعيد بن صلط والأمير علي المجثل الأمير محمد بن أحمد هو الأمير وتابعوا للدولة السعودية الأولى طبعا الدولة السعودية في هذه الأثناء في هذه اللحظات الدولة السعودية الأولى تصبحوا في الدرعية فقط أو محصورة في الدرعية لأنه يبدأ الحصار ومشمار تقريبا في ربيع الأول في العاشر من ربيع الأول سنة 1233 سقوط الدرعية كان في ذي القعدة من سنة 1233 ولذلك أصبح النفوذ السعودي محصورا فقط في الدرعية وسيبدأ الحصار على على الدرعية كم عدد قوات محمد بن أحمد الآن كان يستطيع أن يجمع إلى 15 ألف مقاتل نعم في تلك الفترة وكيف تثار سقوط الدولة السعودية على عسير سأتيك الحاصل أنه محمد علي باشا بين وصلنا الآن الدرعية بدأت خلاص صار الحكم لا لا إحنا في الجبهة هناك في عسير أبو مسمار مات رجع أي أرسلت ترسل حملة خليل باشا خليل باشا وتنجح نجاحا كبيرا وتسيطر على منطقة المخلاف السليمان ما رسلت أن أسير أرسلت عقابا للشريف حمود أبو مسمار الذي قضى على حملة سنان آغا في بلاد عسيك ولأنه أصبح هناك عداء أصبح هناك عداء صريحا مع العثمانيين ومع محمد علي باشا فيرسل حملة عسكرية في 1819 و 1934 يقود خليل باشا يسيطر بها على منطقة المخلاف السليماني ويطيح بإمارة الشريف أحمد بن حمود ويعين الشريف علي بن حيدر تابعا لمحمد علي باشا بهذا السياق تبقى عسير خارج المعادلة وعلى أثر ذلك سيرسلوا الأمراء عسير طبعا في هذه الفترة أو الأمير محمد بن أحمد لمعرفته بحملة خليل باشا لمعرفته بحملة خليل باشا اتجه إلى منطقة اتهامة لأن الحملة قادمة من الساحل وكان يظن أن حملة خليل باشا متوجهة إلى بلاد عسير فجمع خمسة عشر ألف مقاتل هنا نقول خمسة عشر ألف مقاتل وانتظر حتى قدومها إلى بلاد عسير لكنه تفاجأ بأنها لم تصل أو لم تدخل في عمق قليم عسير وإنما اتجهت مع الساحل وعبرت الثغور البحرية في منطقة عسير حتى اتجهت إلى المخلاف السليماني وسيطرت على المخلاف السليماني على أثر ذلك عاد الأمير محمد بن أحمد إلى مقر إمارته وخلال ذلك محمد علي باشا يغلق ملف المخلاف السليماني ويبدأ في ملف عسير ويرسل الشريف محمد بن عون وسليمان سنجق أحد القادة العثمانيين ويبدو أنها حملة كبيرة جدا وجاءت عن طريق أكثر من طريق والعدد كان تقريبا ربما خمسة عشر ألف وعشرين ألف قادل وتمكنت هذه الحملة تمكنت هذه الحملة دارت طبعا عدد من المعارك لكن كان من أشهرها معركة جبل شكر في المنطقة الشرقية من أبه الجنوب الشرقي باتجاه ما يسمى اليوم أحد الفيدة وجبل شكر الجبل التاريخي المشهور الذي نسميه الآن ضمك تقريبا تدور هناك المعركة ويقتل فيها الوزير الحسن بن خالد الحازمي ويؤسر فيها الأمير محمد بن أحمد المتحمي وينجو الأمير سعيد بمسلط ويصبح الأمير السعيد بمسلط هو الوحيد وعلي بمجثل معه لكن بحسب الروايات أن الذي نجى هو الأمير السعيد بمسلط الوزير الحازمي يقتل الأمير محمد بن أحمد يؤسر يؤسر نعم وهناك روايات اختلاف هناك من يقال أنه قتل وهناك لكن الراجح ويترجح لي أنه أسر بدليل القصائد المليئة بالحنين التي يرسلها التي كان يرسلها يعبر فيها عن حبه وحنينه لمنطقته والتي منها سق الله أوطانا تحف بتهللي مطلعها وقد كنت قبل اليوم أرجع وأتق وتصغر عندي معظمات العظائم سق الله أوطانا تحف بتهللي وجاد عليها هاطل متراكمي منازل حلتها مغيد وعلكمي ومالك والأحلاف من عهد آدمي وقيس بن مسعود وبكر بن وائلي وأكرم بشحب في ذراها وظالمي قحطان فيهم نخوة وحمية شهران هم أهل الحجة والمكارمي وهذا دليل يا أخي عبد الرحمن على أن البعد القبلي ليس موجود هذه القصيدة لو تلاحظ أن الأمير يعدد هذه القبائل ويرى أنه ينتمي إليها جميعا وهذا ما يثبت بلا شك ولذلك التعاطي مع التاريخ تاريخ المنطقة من خلال أبعاد قبلية ليس صحيح بالمطلقة فيكمل وقحطان فيهم نخوة وحمية وشهران هم أهل الحجة والمكارمي بل لسمر لا تنسى تذكار وفضلهم بل لحمر حلف القناة والصوارمي فيا أيها الركب اليمنون وقفوا فلي فيكم وصية هائمي إذا بلغتم الواد المنيع بتيتي فعرجوا صدور لأعملات الروازمي إلى طبب حيث القناة والصوارمي بأيدي رجال من خيار أكارمي ولي عندكم لو تعلمون وديعة واضح أنه يقصد لعله يقصد بناته في بعض التأويلات لأنه لم يكن لديه من يحميهم أو يدافع عنهم حتى ابنهم الأمير مداوي كان مأسورا معهم ولي عندكم لو تعلمون وديعة يقوم بها ذو نسبة في المتاحب لآلع عقد شتت الدهر شملها فأضحت فرادا ما بها كف ناظمي إلى آخره وكذلك منه قصيدة أخرى حين يقول أيضا مفتخرا يقول ورثنا الندى من تهل للنادي الثرى ومن صخره بأسا إذا احتدى ملوغا سل الحاكم المصري وقواد قومه فكم من قتيل في الرغام تمرغا إلى آخر القصيدة وشاعر ضليع وقوي جدا وهذا أيضا يعكس ثقافتهم يعكس بأنهم كانوا على جانب كبير من الثقافة وعلى جانب كبير من الأدب ولديهم كثير من المعرفة سواء المعرفة الأدبية أو حتى الثقافية وحتى الأمير مداوي أيضا ابنه كانت لديه يعني غرر من القصائد سلام على قل وعدد القطر يحياه وطال يحليه بالزهر ديار إذا شمت من الغيث نفحة تضوع ومنها طيب النبت بالعضري سلام على أعلامها وأكامها سلام على سكانها البدوي والحضري تحية صب قد برى الشوق جسمه وأدمعه من نار الجوة تجري فيا حب ذا تلك الديار وإن أت ولا حب ذا مصرا وإن كنت في مصري واضح أنه كان مصور في مصر وما كنت ممن يبري الشوق جسمه لغير القنا والبيض والضمر والشقري إلى أن بدث لي منسعاد محاسن سبت مهجتي من حيث أدري ولا تدري لها شعر كالليل أسود فاحم والجيد كجيد الريم والوجه كالبدري عسيرية العينين غومية اللمى تهامية الساقين نجدية الخسر وفي حبها كم قلت يوما لعاذلي صدقت ولكن لا سبيل إلى الصبر فدع عنك على لي في هواها فأهلها هم قدوتي حتى أوسد في القبر تذكرتها وحولي حراس حراس تذكرتها والليل قد مد جنحا وحولي حراس حراس على أسري فجاوستهم مستصحبا مشرفية يقصد الأتراك أنه كان فجاوستهم مستصحبا مشرفية كأن على أعطافها لهب الجمري ويممت أرضا لا أنيس بها سوى الذئب يعوي من أمامي وفي إثري وسيرت أقدامي ذراعا لقفرها حتى قطعتها ووصلت بني شهري والقصيدة طويلة 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 إلى أن يقول فإن رغبت عني سعاد فإنني أشد على خطب الزمان من الصخري لهمة تعلو على كل همة تبلغني المقصود إن مد في عمري سلي إن جهلتي سيرتي وسريرتي فليس أخو جهل سواء ومن يدري قد كنت في عرقلي وأسعد الورى وحولي قوما عرقلي بلد الطبق قد كنت في عرقلي وأسعد الورى وحولي قوما يعرفون به قدري فطورا تراني في النماري وتارة بخوبرة بين الشيخ والرند والنهري فيا أيها الريح اليمانية أبلغي بني عمنا مني سلاما بلا حصري فلولاهم ما حزن البين والنوى فإني على ضيم الزمان لذو صبري عليهم مدى الأيام مني تحية يفوق شذاها المسك والعنبر البحري فجسمي بمصر والفؤاد لديه ودمع عيوني بل ساكب حزري ولكنني أرجو الإله بمنه وفضل علينا أن يبدل العسر باليسري إلى آخر القصيدة فتعكس جزال وتعكس حياتهم الثقافية التي كانت متميزة برغم أنهم حين تنظر إلى ما فعلوه أو أدوارهم تقول لم يكن لديه حتى الوقت الكافي للقراءة والاطلاع وكذا الحاصل أنه بهذا الأسر تسقط إمارة الأمير محمد بن أحمد في سنة 1234 أي بعد سقوط الدرعية ببضعة أشهر وتدخل منطقة عسير في نفق مظلم تسيطر القوات العثمانية والحاميات العثمانية على المنطقة ويستمر على حد تعبير بعض المؤرخين في المنطقة يقولون ودب في عسير الفساد والبغي أو كما يقولون بسبب وطأة الحكام أو الحاميات العثمانية ووطأة من يتواطؤون معهم ولكن في فجأة يتغير مشهد بالكامل في سنة 1228 بعدها بأربع سنوات على يد ثورة الأمير سعيد بل أربع سنوات ما كان يحكم عسير كانت الحاميات العثمانية كان الذي يحكمها الشريف هزاع بن عون أخو الشريف محمد بن عون وكانت قد ربطت إداريا بمكة المكرر والشريف هزاع بن عون يقيم في بلدة طبق ومعه حامية عثمانية وعلى إثر ذلك يصبح المشهد السياسي كأنه منصاع بالكامل للعثمانيين استمر أربع سنوات أربع سنوات كيف كان المجتمع في عسير؟ كان المجتمع في وقتها كان ينزف حقيقة هناك استنزاف حدث استنزاف كبير له على المستوى البشري وحدث له أيضا استنزاف كبير في مسألة الاقتصادي وأيضا هناك قلاقل واضطرابات أمنية شديدة للغاية وبالتالي صار الوضع معقد وهذا ما ذكره في بعض الحوليات الحوضية حين يقول وانتشر في عسير أو دب في عسير الفساد والبقي في تلك الفترة لكن يحدث ما يقلب المعادلة وش اللي حصل في عام 1238 طبعا كان هناك إرهاصات أصلا لما حدث في عام 1238 1823 تقريبا ميلادي يحدث نوع من التمرد في منطقة وادي الدواشر والحكومة محمد علي باشا في الحجاز أرادت أن تخمت هذا التمرد فترسل حملة عسكرية لكن يبدو أنه هذا أسلوب من أساليب السيطرة أرادت أن تجمع شوكات القبائل الموجودة في منطقة عسير وليساندون الحملة العسكرية المتجهة إلى وادي الدواشر يساندون الأتراك؟ نعم باعتبار أنهم باتوا خاضعين وكلفوا بذلك الشريف هزاع بن عون والشريف محمد بن عون أيضا يعتبر شريف مك كان الاجتماع في منطقة وادي السليل منطقة وادي السليل هي منطقة تقع إلى شرق منطقة عسير باتجاه على الطريق ليست السليل لكن السليل الآن في بلاد شهران تحديدا وليست بعيدة كثيرة من بيشة بدأت شوكات القبائل تتجمع بحسب الوثائق العثمانية التي موجودة كأن الأمير سعيد بن صلى الله التأخر هو ومن معه ويبدو لي أنه السبب أنه إما أنه لديه تحفظ على مسألة الذهاب أو لأنه هناك وثيقة عثمانية نشرت أو وثيقة كتبها هو في الأرشيف العثماني وموجودة أيضا مسخة منها في دار الوثائق القومية يتحدث عن تجهيزه للثورة قبل الثورة بثلاثة أشهر أو أربعة أشهر وكان من الواضح أنه كان الرجل يستبطن فعل شيء ما مناهض للعثمانيين لكن يبدو أنه هذا السبب هو الحافظ الرئيسي والسبب المباشر الذي دفعه إلى هذه العملية وبالفعل بحسب الروايات بحسب المصادر بما فيها الوثائق العثمانية يقولون أنه دخل في جدل مع الشريف محمد بن عو دخل في جدل وكان شوكات القبائل الموجودة المقاتلين من جميع أرجاء منطقة عسير موجودين والرجل كان كبيرا في السن طاعنا في السن أكثر من سبعين سنة عمره وبحسب الرواية الموجودة بحسب الرواية الموجودة بأنه هكذا في الوثيقة بأنه بسق في وجه فغضب الأمير سعيد غضبا شديدا لغائه وانصرف طبعا هناك روايات شفاهية تذكر هذه الواقعة تذكر نفس العملية لكنها تضيف تضيف بما يعتمل في خيال المجتمع الميثيلوجيا تتطور يعني وكأنها يعني تصف مآلات هذه الحركة أو هذه العملية يقال أنه فيه أحد الكهول الذين كانوا موجودين في ساحة هذه الواقعة فمن هول الموقف يقال أنه صرخ وقال افرح يا سعيد ولا تحزن فوالله نهتفى الملكة أو يعني كأنه بسق ملكة وأعطاك أو كبا وهذه واضح أنها تفسر أو المجتمع يتعامل معها بأثر راجعي على أساس يحاول أنه يفسر ما الذي حدث تقريبا أو مالات هذه الواقعة وبالفعل غضب الأمير سعيد ومسلط غضبا شديدا كانت غضبة مضارية كما يقال ورجع إلى منطقة أو رجع إلى مقره وكأن هناك كثير من المقاتلين غضبوا لغضبه فرجعوا والأحمد باشا يكن لم يلقي بال للعملية وانصرفت الشريف محمد بن عون واتجه إلى وادي الدواسل على أساس أنه ينهون التمرد رحمة حمه شوكات القبائل اللي كانت البقية وبالفعل يصلون إلى منطقة وادي الدواسل ينهون التمرد لكن وإذا بالأمور الدنيا يعني كما يقال تلتهب في منطقة عسير يصلهم الخبر تردهم الأخبار طبعا وقتها الأمير سعيدهم صلط وهو صاعد إلى مقر بلدته السقة يلتقي مع أحد أو بعض المكونات القبلية بانتهامة عسير ويحدث بينهم اتفاق على ضرورة الثورة ويتفقون على وجود ضرورة في الطرد العثمانية النهائية من المنطقة وبالفعل اجتمعوا في منطقة تسمى المجمعة كانت فعلا مجمعة لأنها تجمع الناس أو الأهالي في هذا المكان للاجتماع وكانت الحامية الكبرى الموجودة في المنطقة هي حامية الشريف هزاع بن عون في طبق وبالفعل يحاصرها الأمير سعيدهم صلط بمقاتلي وحصار شديد جدا ويقتحمونها عنوة ويسيطرون عن البلد ويبدأ يطرد الحاميات العثمانية كلها من المنطقة يرد الخبر أحمد باشيك والشريف محمد بن عون ويعود ومعهم الشريف راجح الشم وعلى إثر ذلك يلتقون في منطقة وادي أتوت والمعركة تسمى معركة وادي أتوت وهي على مشارف الخميس من جهته الغربية بين أبها والخميس وهذه وأنا في رأي أنها تعد من المعارك الفاصلة في تاريخ عسير الحديث لأنها لها ما بعدها لأنها لها ما بعدها هذه المعاركة في بعض الأحداث أخي عبد الرحمن بعض الأحداث مفصلية أو بعض الأحداث التاريخ حركة التاريخ تشبه القطار أو تشبه القاطرة تمضي 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 ثم يأتي أشبه ما يكون بحدث تاريخي كبير يكون بمثابة مفترق الطرق وعلى إثر ذلك إما يتقدم على ضوء هذا الحدث ما الذي سيحدث تنظي هذه القاطرة إما يمينا أو شمالا وبالفعل معركة وادي عتد هي التي أسست إمارة الأمير سعيد بن مسلط ومتجأها من بعده تقريبا مئة سنة مئة سنة تقريبا يعني أبرزت دور هذه الأسرة وبالفعل الأمير سعيد بن مسلط لم ينتصر في معركة دعاتي وادي عتد وأنا دائما أقول بل دفن الأتراك دفن في هذه المعركة فانتصر انتصارا كبيرا جدا ومؤزرا وسيطر على طارد فلول هذه القوات حتى وصلت إلى بيشة وكان من ضمن المطاردين بعض القيادات مثل الشريف راجح وسيطر على عمق إقليم عسير ومنذ لحظتها منذ الانتصار يرسل جيشا إلى أقصى جنون منطقة عسير ويسيطر عليه ثم يرسل جيشا آخر إلى جهة بلاد غامد وزهران ثم يسيطر على منطقة عسير بالكامل من ظهران إلى زهران تقريبا في هذه الفترة وجيزة جدا ويبدأ يوحد أو يقوي جبهتها الداخلية وطبعا قيلة الأشعار والأراجيز المفتخرة والمبتهجة وكان الرجل بحسب المصادر التاريخية من ضمنه حتى مصدر ابن بشر وهو رغم أنه بعيد منه لكن ابن بشر دقيق يقول وكان شجاعا مطاعم وكان مشهورا بالديانة والعباد وكان فعلا رجل وشخصيته قوية وصارمة وكان يتحرك واضح بمقتضى إرادة المجتمع ولا دلة طافحة على ذلك من ضمنها بعض الوثائق التي تقول في خطاب لها أرسله إلى أحد عيان الحجاز فيقول أما الباشا وبلهجته الدارجة أما الباشا يقصد محمد علي باشا نفسه في مصر فلا نرى الخط له وجه يعني لا نرى أنه نراسله الخط له الرسالة لا نرى الخط له وجه لأننا لا نعلم أن له من المطالب شيئا فإن كان مراده العافية والسكون فيخلينا ويخلي سبيلنا وإن كان مراده يوازينا على طوارفنا يوازينا على طوارفنا طوارفه طوارف الأمير السعيد هي أبيشة منطقة شمال عسيل وإن كان مراده يوازينا على طوارفنا ويريد الفتنة فنستعين عليه بقاصم الجبابرة فهو يكفي من توكل عليه بهذا النص يعني ويقول أيضا في رسالة أخرى واعلموا بارك الله فيكم أن ما فعلناه أو بما معنى كان بمحضري كبار ثم عدد كل المكونات القبلية الموجودة لم يترك قبيلة إلا وذكرها وهذا يدل على أنه كان ينطلق منطلق اجتماعي كبير جدا وعريض وعلى إثر ذلك تقوم إمارته ويضع مقرها السقة ينقلها من طبب إلى السقة وتقوم هذه الإمارة في سنة 1238 1822 محمد علي باشا يرسل الحملة في سنة 1239 ويرسل حملة أخرى في سنة 1240 ويستطيع الأمير سيدون مسلط أن يهزمها ببراعة شديدة جدا وكان رجل يعني صاحب مكيدة وصاحب عزيمة على القتال وكان أيضا محظيا أو كان بالأصح محفوفا بالأمير علي بمجثل وهو قائد أيضا وهو أخوه وابن عمه في نفس الوقت فكان يترك الأمير سيدون مسلط حسب سير المعارك في سنة 1239 وكذلك 1242 كان يترك الحملات تتقدم يستنزفها منذ أن تدخل بيشا يستنزفها يستنزفها حتى إذا وصلت أبها طوقها وأصبحت باتت مجهدة متعبة فعل ذلك في عام 1239 وفعل ذلك في عام 1240 حينما استولت تلك القوات على السقر مقرح حاصرها حين استولت على السقر فكان يخرجها صاغرة على إثر ذلك مات على فراشه سنة 1242 لكن باتت إمارة قوية في ذلك الوقت فجاء الأمير علي بن مجثل وإمارة الأمير سعيد بن مسلط قد امتصت جميع هذه الحملات ودخل محمد علي باشا في إشكالات خارجية خاصة مع الدولة العثمانية وصار في ملفات أخرى صرفته عن قتال أو عن الحرب منطقة عسير وكانت هذه الإمارة قد امتصت هذه الحملات فأصبح جاء الأمير علي بن مجثل وكانت الإمارة باتت قوية لذلك سيأتي الأمير علي بن مجثل ويمد نفوذه السياسي من المخى شمال عدم ومن جزر دهلك على القرى الأفريقي حتى الضارف كل هذه المنطقة ويصبح من أقوى أمراء الجزيرة العربية في وقتها فحين توفي الأمير سعيد بن صلط تقريبا كان ذلك في شوال من سنة 1242 لعله في سنة 1827 ميلادي عهد بالأمر للأمير علي بن مجثل والأمير علي بن مجثل حكم سبع سنوات كانت على حد قول العلامة الحفظي كلها خيرات وبركات يقول حكم الأمير علي بن مجثل سبع سنوات كانت كلها خيرات وبركات وبلغني أنه حين مات فإن العامة لم تصب بمثل مصيبتهم بمثل مصيبتهم يعني استصابوا كثيرا حين توفي الأمير علي بن مجثل كان رجل لا تفوت السوانح وكان ذكيا وداهيا وفي على جانب كبير من الشجاعة ولذلك وكان يناكف محمد علي باشا في الحجاز ويضغط على الحجاز على إمارة الحجاز التابعة لمحمد علي باشا لذلك نراه مثلا يستضيف الشريف عبد المطلب بن غالب بن غالب بن مساعد لأنه معارض لإمارة الشريف مثلا يحيى بن سرور في الحجاز يستضيف المعارضين لمحمد علي باشا لأن محمد علي باشا يستضيف أيضا بعض القيادات القبلية المعارضة لحكم الأمير علي بمجثل الأمير سيد المسلط الأمير علي مجثل كان عنده محدد رئيسي جدا في مسألة التوسع وهي مسألة المقاومة لذلك إمارة هذا التكوين السياسي قام أصلا عقده الاجتماعي على المقاومة على فكرة المقاومة مقاومة الغازي مقاومة الوجود العثماني الذي توالى بشكل كبير تدفق بشكل كبير فكانت هذا ظني تفسيري المجتمع كان بحاجة إلى إفراز كيانز أو تكوين سياسي يحميه من هذا المشكلة الكبيرة جدا فكان المحدد الأبرز عنده والسيطرة على المخلاف السليماني لأنها باتت قاعدة رئيسية لمحمد علي باشا من أيام سقوط إسقاط لطاحة بحكم الشريف أحمد بن حمود وتعيين الشريف علي بن حيدر المحاولات كبيرة جدا قام بها الأمير علي بن مجثل لكن المشكلة أنه الشريف علي بن حيدر كان محمياً بجند نظامي بدأ بدأ هذا الجند النظامي جند جنود محمد علي باشا من سنة الف ومائتين وثلاثة واربعين يرابطون في في أبو عريش جيش نظامي جهز بالكامل حتى تقول المصادر التاريخية أنه كانت هيئتها كهيئة الفرنج هيئتها على النمط الحديث فعلى آخر ذلك يبدأ الأمير علي بن مجثل يضيق الخناق على هذه الأمورة يسيطر على المناطق الشمالية من المخلاف ويسيطر على المناطق الجنوبية وعلى اتهامة اليمن لذلك سنلاحظ أنها تمدت جنوبا في سنة أربعة وربعين ألف ومائتين واربع وربعين وألف ومائتين وخمسة وربعين هجري يسيطر على منطقة اللحية والزيدية وبيت الفقية ووادي مور والكلفوت منطقة وادي الصليل كلها الآن في اليمن وعلى منطقة باقل وأميرها واحد اسمها علي بن حميدة يسيطر على هذه المنطقة الشاسعة لذلك لا غرابة أن يطلق عليه في بعض المصادر حتى المحلية أمير عسير واليمن يترك الفترة نعم في خلال هذه الفترة لم يبقى إلا هذا الجيب الموجود في أبو عريش وتأتي الفرصة لأنه كان الأمير علي بن جثل يحتاج إلى مدافع يحتاج إلى مدفعية ثقيلة تقوم أسلحة عادية البنادق العادية لكن تحدث الآن يحدث الأمير علي بن جثل كان ذكي الغاية يحدث ثورة تقوم ثورة في الحجاز يقودها قائد ألباني تابع لمحمد علي باشا وفرقتها الألبانية يسمى ترك جبل مصر اسمه كان أقوى أمير في المنطقة في جنوب غرب الجزيرة العربية وفي غرب الجزيرة العربية هو الأمير علي بن جثل يأتي بين الرجلين مراسلات الأمير علي بن جثل يقول له بالحرف الواحد نرحب بك وكان معه مدافع ثقيلة وكانوا بالمئات المقاتلين والجنود وبالفعل يأتي يصل ترك جبل ماز إلى منطقة منطقة عسير ويصل إلى منطقة المخلاف السليماني والقوات الأمير علي بن جثل مطروحة محاصرة لأبو عريش وبسبب رؤية العساكر العثمانيين المرابطين في المدينة وعلي الشريف علي بن حيدر لهذه المدافع وهذه القوة المهيبة فأثاروا تسليم المدينة فسلموا المدينة واستسلمت وأصبحت كامل منطقة المخلاف السليماني وكذلك تهامة اليمن للأمير علي بن جثل ثم في أثناء ذلك الأمير علي بن جثل طلب من ترك جبل ماز أن يتقدم كما يشاء في أي منطقة في اتهامة اليمن للسيطرة عليها لكن على أن يكون خاضعا للأمير علي بن جثل وبالفعل يسيطر هذا القائد على المخاء وهو إقليم مهم أو ميناء مهم جدا لكن في أثناء ذلك سنة هذا الكلام في 1248 في أثناء ذلك ترد الأخبار بأنه ترك جبل ماز أصاب الناس بالعسف وبالإذلال وهناك بعض الانتهاكات وكذا والأمير علي بن جثل كان على جانب كبير من الديانة حتى في حملته على الكلفوت يقول يقول أحد المصادر اليمنية بالنص وهو مصدر يمني يقول أنه رجال الأمير علي بن جثل لم يكن يحدث منهم لا سلب ولا نحب وكان مظهرا للدين والأمان هكذا فالرجل كان على جانب كبير من التدين يتقدم الأمير علي بن جثل يردها الخبر فيحشد جيشا مكونا من 40 ألف قاتل بحسب الولايات ويسيطر على الحديدة ويسيطر على المخة ويطرد ترك جبل نهائيا من المنطقة ويسيطر على المنطقة ويعين واليا عاما لمنطقة اتهامة اليمن الحديدة وزبيد وبيت الفقيه والمخة يعين واليا عاما وهو الأمير محمد بن فرح أميرا عليها وتصبح هذه المنطقة تابعة لكن في أثناء عودة الأمير علي بن جثل أدركه مرض الموت وهو في الطريق واشتد عليه المرض وهو في المخلاف السليماني فرفض إلا أن يموت في داره في السقل فوصل إلى داره وتمرض أياما وتوفي حمل على أكتاف الرجال حتى وصل إلى السقل وتوفي هناك في سنة 1249 1834 ميلادي تقريبا يقول أحد المؤرخين يقول وبلغني عنه أنه عهد بالأمر للأسد الضرغام عيض بن مرعي فقام بالأمر أتمقها فأول الأمير علي بن جثل خلف ثلاثة أبناء الأمير سعيد الأمير عبد الله ومحمد لكن لعل لديه رؤية فأوكل الإمارة إلى الأمير عيض بن مرعي فتولىها الأمير عيض بن مرعي والأمير عيض بن مرعي يعتبر هو الرجل الذي انحصرت الإمارة في ذريته فيقال في التاريخ الحديث أو المكتوب لدينا أهل عيض نسبة إلى هذا الأمير من هنا تأتي يأتي هذا المفهوم أو هذا المصطلح والأمير عيض بن مرعي مدة حكمة طويلة جدا ومديدة وفي عهده بدأت الأشكالات الحقيقية لأن حملات محمد علي باشاستؤنفت من جديد وترسل حملة كبيرة في سنة 1249 في نفس أول العام الذي تولى فيه الحكم ثم في سنة 1250 ترسل حملة مقدرة بحوالي 16 ألف مقاتل ودون أحداثها المؤرخ أو الرحالة الفرنسية وكانت معارك كبيرة جدا صحيح أنها سيطرت على عمق إقليم عسير لكن الأمير عيض بن مريكان على جانب كبير وندها العسكري وكان عنده قيادات متمرسة ويبدو لي أنا أن المقاتلين الذين كانوا موجودين صار عندهم لديهم دربة ومتمرس من كثرة القتال فكان عندهم تصور حتى للمقاتل أو للخصم أو كذا فحدثت معارك كبيرة جدا رغم أنهم سيطروا على عمق إقليم عسير لكن حدثت عمليات استرداد وتطهير لهذه المناطق حتى تمكنوا من السيطرة وهزيمة الشريف محمد بن عون وأحمد باشا يكن وعلى إثر ذلك طبعا هذا كان معاصرا لحقبة الإمام فيصل بن تركي في الدولة السعودية الثانية ولذلك من القصائد الجميلة قصيدة علي بن الحسين العجيلي قاضي قاضي الأمير عيد بن برعي هنا يرسلها أسلها لي إلى الإمام فيصل بن تركي لمطلعها يا أم عبد المالك والتشردي مطلعها حوار بينه بين امرأة يا أم عبد المالك والتشردي ومسراكي بالليل البهيم لتبعدي ومأواكي أوصاد الكهوف توحشا ومثواكي أفياء النصوب وغرقدي ومسراكي من ذات العميق أماكن ومسراكي من ذات العميق وكوثر ونهران وزور القذال الملبدي فما ذاك منك إلا لضيق من العيش أو سوء أخلاقي معتدي قالت رويدا أبا عبد فإنما أضاق بنا ذرعا شديد التوعدي عرمر مجيش سيق من مصر معنفا يهتك أستار النساء ويعتدي ويسبي ذرار الأكرمين جبارة وينظم سادة الرجال بمقلدي فقلت لها من دون كن ودونهم ضروب حماة بالحديد المهندي وضربا يزيل الهامة عما ربت به ويظهر مكنونات أجواف أكبدي قفي فانظري يا أم عبد يأتي للشاهد الآن قفي فانظري يا أم عبد المعارك ليشيب لها الولدان من كل أمردي ثم يتحدث عن الوقاع وإن كنت عنها في البعاد فسائلي ففيها أسودا من مغيدا بمرصدي وفيها ليوث الأزد من كل شيعة يصالون نار الحرب حربا لمعتدي وفيهم رئيس عائض حول وجهه حياظ المنايا أصدرت كل موردي خليفة عصر للحنيفي مثقف لمعوج منه في خجاز وأنجدي فيا لك من يوم الحفيري وما بدى أسماء مواضع فيا لك من يوم الحفيري وما بدى لريدة من طول الغمام المشيد ومن قبل ذا يوم المقضى ويوم المقضى قد تقضت أمورهم بفاقرة الظهر التي لم تضمدي ومن قبل ذا يوم العزيزة عزهم ذليل بضرب المشرفي المهندي بأيدي رجال من شنوء تجدهم رقى بهم مجدا حذو فرقدي فليهن بني قحطان مجد في خارهم مدى الدهر في ناد بواد وأبلد ثم يسترسل في القصيدة حوالي أكثر من سبعين بيت إلا أن يصل إلى الإمام فيصل من تركيا يقول واشرف على وادي اليمام تقائلا ودمعك سفاح على الخد والثدي سلام على عبد العزيز الإمام عبد العزيز الإمام الثاني من أئمة الدولة السعودية الأولى سلام على عبد العزيز شيخه وتابع رشد للإمام المجدد دعا الناس دهرا للهدى فأجابه فئام فمنهم عالمون ومقتدي وعرج بها ذات اليمين وقد هوت على عرصات للرياض بمقصدي ونادي بأعلى الصوت بشرى لفيصل لأنه يبشر بالانتصارات بشرى لفيصل ومن نسل سادات الملوك مسددي إليك نظاما نشرؤه في وقائع على جحفل المصري قد شد باليد فعشرون ألفا قد قضى الله منهم فما بين مقتول وعار مصفدي ولم ينج منهم غير قواد قومهم على صافنات في قليل معودي فقل لدليل القوم هل لا أفاده من العلم أن البغي قد تال معتدي ومهما أعادته الأمان لحربنا نصبنا لهم أمثالها بالمجدد إلى أن يقول إلى آخر القصيدة وهي طويلة ملحمية كبيرة جدا رائعة وكان لها رد بقصيدة أخرى قام بها العلامة الفقيهة أحمد بن بشرف الأحسائي مطلعها بشير سعاد جاء نحو كيفسعدي يبتهل ويبتهج عفوا أن يبتهج بهذه الاتصالات الكبيرة والملاحظة أنه علاقة الأمير عائد بن برعي بأئمة السعوديين كانت علاقة متميزة وهي امتداد أيضا لعلاقة أسلافي الأمير سعيد بن مسلط والأمير علي بن مجثل كان هناك تنسيق على محاربة العثمانيين ورد في الوثائق العثمانية أنه هناك تنسيق في الوقت الذي كان فيه الأمير سعيد بن مسلط يعد عدة أو يقوم بالثورة في سنة 1238 كان الإمام تركي بن عبد الله يعمل جاهدا على توحيد منطقة العارض تحديدا وعلى طرد الغزاه العثمانيين الذين كانوا موجودين في منطقة العارض وكان لهم علاقات كبيرة جدا بالإمام فيصل بن تركي لاحقا حتى أنه من الأسباب التي أدت إلى بعث حملة خورشيد باشا في سنة 1254 ونفي الإمام فيصل بن تركي واستسلامه أو الحملة العثمانية الضخمة التي أرسلت على يد خورشيد باشا هو رفض الإمام فيصل بن تركي تقديم الرواحل والدعم ما يتعلق بالميرة والمؤن في حملات العثمانيين على منطقة عسير فكان رفض الإمام فيصل مدعاة لأن يرسل محمد علي باشا جيشا بقيادة خورشيد باشا والذي على إثره انتهت فترة الفترة الأولى من فترة حكم الإمام فيصل بن تركي ولم يعود إلا بعد خمس سنوات تقريبا في سنة 1259 لتقوم فترته الثانية حتى عام 1282 وكانت علاقاته امتميزة جدا بالأمير عايض بن مرعي الأمير عايض بن مرعي حكم تقريبا 23 سنة أو 24 سنة تعتبر فترة مديدة مقارنة بمن سبقه وفي خلال هذه الفترة تمكن يعني صحيح أن حملات محمد علي باشا قلصت من الخريطة السياسية خريطته السياسية لكنه في نهاية المطاف استطاع أن يدحر هذه الحملات العسكرية وظلت منطقة عسير في معزل تام عن حملات محمد علي باشا حتى إقرار معاهدة لندن في سنة 1256-1840 والتي تقضي بانسحاب قوات محمد علي باشا من خارج مصر جميع الحملات أو جميع القوات العسكرية الموجودة في الجزيرة العربية جرى سحبها بمقتضى هذه الاتفاقية على خلفية صراعه مع الباب العالي وعلى خلفية تدخل القوى الأوروبية في فرض المعاهدة عليه مقابل أن يكون حكمه محصورا في مصر ويكون أيضا مقابل أن تعترف أن يكون حكم مصر لذريته من بعده وعلى أثر ذلك سلمت مثل منطقة الحجاز إلى الباب العالي بشكل مباشر وخلال هذه الفترة تقوى نفوذ الأشراف وصبحت لهم قوة معتبرة إلى حد ما وكان وقتها الشريف محمد بن عون ولذلك صارت منطقة بلاد غامد وزهران مسرح مسرحا لصراعات مع الأمير عايض بن مرعي والأمير عايض بن مرعي في تلك الفترة خاصة قبيل معاهدة لندن أثناء تواجد محمد علي باشا تعرض لنكسة كبيرة جدا وهي هزيمة جيشه في معركة رغدان في بلاد غامد وزهران وأسر تقريبا حوالي تسعمائة مقاتل ولذلك الأمير عايض بن مرعي بسبب هؤلاء الأسرة رأى أنه يعقد اتفاقيات مع حكومة الحجاز العثمانية وبالفعل عقد اتفاقا تنازل بمقتضاه عن مناطق شمال عسير مقابل أن يفرج عن الأسرة الذين كانوا مسجونين في جده وبعد ذلك عاد الأمير عايض بن مرعي وسيطرة على منطقة شمال عسير بعد عودة الأسرة مش المناطق اللي في شمال عسير لا تغامد وزهران تحني كانت غامد وزهران ضمن عسير لا شك لا شك وكان هناك ما يدعو إلى السيطرة عليها كان الأمير عايض بن مرعي يرى أنها امتداد طبيعي لإمارته وكان هناك طبعا يعني يعني يعتبرون نسقا ثقافيا واحدا مع منطقة عسير فعلى إثر ذلك استمر حكم الأمير عايض بن مرعي يحاول قدر الإمكان السيطرة على منطقة المخلاف السليماني منطقة اتهامة اليمن في تلك الفترة كان الباب العالي يحاول قدر الإمكان السيطرة على مناطق اتهامة اليمن لأنها استراتيجية بالنسبة إليه ولذلك انصراع الأمير عايض بن مرعي في شمال عسير وفي أقصى في جنوب أو جهة اتهامة اليمن ولذلك في سنة 1272 1272 وهو العام الذي توفي فيه العايض بن مرعي قاد حملة عسكرية كبيرة جدا على الحديدة لكن من سوء الحظ أنه تعرض جيشه لحمى الوباء الصفراء أحد الأوباء التي كانت وجودة في ذلك الوقت وكان القتل بالمئات من هذا الوباء وكان من ضمن الذين أصيبوا بهذا الوباء الأمير عايض بن مرعي نفسه فتوفي وكان قد أراد أن يخلفه من بعده الأمير عبدالله بن علي بن مجثل بحسب بعض المصادر التاريخية لم يكن لكن الأمير عبدالله بن علي بن مجثل استعفى منها استعفى منها وانحصرت من يخلف الأمير عايض بن مرعي انحصرت الإمارة فيه اثنين أما في ابنه محمد أو محمد بن فرح وهو أحد رجالات آل يزيد الموجودين في السوق يعني يعتبرون من نفس عشيرة الأمير عايض بن مرعي وكان التولي أنذاك كان يقوم على العراقة والكفاءة على العراقة والكفاءة هنا فحين استعفى الأمير عبدالله بن علي بن مجثل كان قائدا عسكريا مشهورا كان دائما ما يرابط في بلاد غامد وزهران فأنحصرت بحسب الوثائق العثمانية صاروا عند الأعيان أو كذا رأوا أن تذهب إلى الأمير محمد بن عايض الإمارة فتولاها الأمير محمد بن عايض وهو أنا ذاك شاب صغير مقارنة بمحمد بن فرح الذي كان كبيرا في السن طاعنا كان في سنه أو في عمره تقريبا يوازي الأمير عايض بن مرعي وبحسب المصادر أو بحسب بعض الوثائق المحلية أن الأمير محمد بن عايض كتب وثيقة في غاية الأهمية يتكلم فيها أن محمد بن فرح وعلاقتي به بأنه رأيه مقدم على رأي البقية وهي من باب الاستغضاء له طبعا بلا شك وأن له أيضا مقدار معين من الأموال وكذا ومن الغلال القادمة من بلاد غامد وزحران وكذا وذكر أيضا أنه سيكون له بمثابة الولد لوالده ومن ذا الكلام ولذلك كانت وثائق الأمير محمد بن عايض ورسائله سواء للخديوية في مصر أو لغيرها أو لغيره من أصحاب القوى السياسية في الجزيرة العربية وفي خارجها كان إذا ختم خطاباته أو إذا انتهى من رسائله يقول وفلان وفلان الأخ فلان يسلم عليكم والأخ فلان يسلم عليكم والوالد محمد بن فرح يسلم عليكم أو العم محمد بن فرح وهو أنا ذاك أمير الأمير كم كان عمد بن عايض؟ حين قتل كان عمره 38 سنة حين تولى؟ وحين تولى لم يكن كبيرا وحكم تقريبا لمدة ربما يكون عمره 24 سنة لم يكن كبيرا في السنة الحاصل أنه حدث حدث رئيسي جدا غير المعادلات في المنطقة وفي الجزيرة العربية بشكل عام قام التحديثات الباب العالي قام يحدث أجهزة عسكرية اقطاعات العسكرية ثم كانت الحادثة الكبرى افتتاح قناة السويس كان ذلك تقريبا في سنة 1286 تقريبا موافق عام 1869 ميلادي كان فتح قناة السويس يعني انتقال المعدات الثقيلة في خلال بضعة أيام إلى ثور منطقة عسير وهذا ما لم يكن موجودا من قبل وبذلك يسهل سيطرة القوات الباب العالي على مناطق غرب وجنوب الجزيرة العربية والواقع أن الأمير محمد بن عايض كان في مأزق حقيقي كانت الشرافة أو الأشراف تابعين للباب العالي كان الشريف محمد بن عون كان قويا إلى حد ما ثم ابنه الشريف عبدالله بن محمد بن عون والنفوذة هم أيضا في اليمن بات قوية للغاية خاصة بعد سيطرتهم حتى سيطروا على صنعة مؤقتا في سنة 1264 في عهد الأمير محمد بن عايض أو في النصف الثاني من عهده ولكن سيطرتهم كانت على موانئ اليمن قوية جدا وبسبب استشعار الأمير محمد بن عايض بأنه بات في ضيق شديد من هاتين الكتلتين أو من هذين النفوذين وكلاهما مرتبطون بالباب العالي قرر أن يطهر الساحل اليمني بالكامل من القوات العثمانية وبالفعل حاصر قام باكتساح منطقة المخلاف السليماني لأنه وقتها كانت الثورات متكررة من الأشراف في المخلاف السليماني أما لدافع رغبة في الاستقلال أو السلطة أو أيضا بإعاز من الولاة العثمانية ويبدو أن الأمير محمد بن عايض في فترات كثيرة ضاق ذرعا بتصرفات الأشراف في المخلاف السليماني وهذا ما جعله يكتسح تقريبا في مطلع الثمانينيات من القرن الثالث عشر يكتسح المخلاف السليماني ويهدم حتى الحصول والمعاقل التي أخذت عليه هذا الفعل يعني أخذ عليه أنه هدم المعاقل أو الحصول لكن تفسير ذلك وهذا ليس تبرير وإنما تفسير هو كثرة هذه الثورات الثورات الأشراف وهذا ما جعل مثل العلامة عبدالخالق بن براهيم الزمزم يثني عليه بقصيدة كبيرة يعني حين يقول فيه والأمير محمد بن عايض كان شجاعا يعني مضرب المثل في الشجاع حين يقول له بعدما سيطر على منطقة المخلاف السليماني وعلى أبو عريش وهدم الحصون كان من ضمنها حصن مشهور في تلك الفترة يسمى الشامخ فيقول له في قصيدة مطولة هنيت بالنصر في عيش عليك هني وزادك الله من صنعاء إلى عدني أعنيك يا باجة الدنيا وزينتها حييت بالأمن والإحسان والمنان وقد سمعت نبأ من عندكم عجبا أراحى مكتائبا من صولة الزمن أن قد ملكت القصور النائفات على أبي عريش الشهير الفرد في المدن تركتها صفصفا بالقاع هامدة كأنها في قديم العهد لم تكن أمست تحوم عليها الطير باكية من فقد ما ألفت فيها من السكن والشامخ الشامخ المهدوم شامخه فر منه شريف الأصل في علني من بعد ما قيل أن دعوت له يوفي عهودا جرت في سالف الزمن فخان مستنكفا لم يرع حرمتها يليته لعهود الله لم يخني وظن جهلا بأن ينجيه شامخه هيهات بل باع نفسا بأبخس الثمن إلا يقول ضاق الخناق عليه حين نزله قرم الأسود مهب الغاب والعرني ويمدح ثم يثني عليه في قصيدة طويلة إلا يقول الخيل والليل على غرار المتنبي الخيل والليل والهيجاء شاهدة والسيف والضيف والخطي واليمن من ذا يساويه في بأس وفي كرمي من ذا يناويه لا ينفك ذا حزني من ذا يعاهده ثم يخالفه من ذا يكابره من ذا ومن ومن فاحذر لصولته وافرح بدولته ولذ بطولته تنجو من المحني كالبر ساحته كالبر راحته كالسحب جودته تنهل بالمزني يبكي لهيبته والرعب أربعة القوم والكوم والعاصي وكل دني ويضحكون إذا لاقوه أربعة السيف والضيف والعاني وكل سني لازال حظك مقرونا بأربعة عز ونصر مع التأييد والمنني ودمت بالأمر محفوفا بأربعة القل والذل ودمت بالأمر ودمت بالأمر محفوفا بأربعة السعد والمجد والإقبال واليمني ولا بليت مع الدنيا بأربعة القل والذل والعصيان والفتن وقد زففت إليك عروسا بنت ساعتها في القصيدة طبعا قد زففت إليك عروسا بنت ساعتها تختال في حلال التحسين والزين بكرا تزف إلى كفء يكون لها وللذي صاغها عونا على الزمن ولست أرخص أقوالي لسائبها إلا عليك ولو سيف بن ذيزني يقول أني أمدحك ولا أمدح غيرك حتى لو كان سيف بن ذيزا لأنني من أناس ليس همه متكسب بمديح كان أو هجني فهاكها يا أمير المسلمين بلا لوم عليك ولا من ولا ثمني ويغشيك تسليمي والصلاة على خير البرية مأمون ومؤتمني والآل والصحب ما غنت مطوقة وما تلال أبراق من اليمني وما ترنم ذو شعر وقال لنا هنيت بالنصر في عيش عليك هني ختمها بمطلعها فالحاصل أنه بسبب هذا الضيق قرر الأمير محمد بن عيض أنه يكتسح منطقة اتهامة اليمن وبالفعل بدأ الحصار وفي أثناء ذلك ورد الخبر للباب العالي رسلوا حملات ونشدات سريعة جدا ورد الخبر للأمير محمد بن عيض أن هناك حملات أيضا أخرى مضافة إلى منطقة عسير ولم يكن بالإمكان أن يترك منطقة عسير ويكون في اليمن رجع ويقال أنه حدثت انتهاكات أو بعض الأخطاء من جيشه وسبب ذلك أنه هناك ربما يكون بعض الأهالي في منطقة الحديدة أو كذا ربما يكونوا قد كانوا مع العثمانيين أو عينا لهم فحدثت بحسب المصادر اليمنية أنه حدثت هناك بعض الانتهاكات التي بحق الأهالي هناك رجع الأمير محمد بن عيض إلى منطقة عسير وكان في ظنه أن العثمانيين حملة رضيف باشا طبعا لن يصعدوا إلى أبهى إلا عن طريق عقبة شعالي باعتبار أنها العقبة الكبرى والرئيسية والمعدات الثقيلة لن تأتي إلا منها وكان أيضا كان يظن وقادته كذلك يظنون أن المنطقة مبهمة مجهولة المآتي ليست معلومة جغرافيا أو طرقها لأن هناك عدد من الطرق القريبة جدا من مقره في ريدا في السقا ولكن يظن أنهم لن يأتون وللأسف كان مع رديف باشا القائد الذي نزل في منطقة القنفذة كان هناك بعض الذين تواطئوا مع رديف باشا شخصيات معلومة معروفة وكانت بمثابة الدليل الإرشادي جغرافيا إلى منطقة عسير وبالفعل دخل الجيش وأشار المشير هذا الرجل أشار المشير إلى أنه لا يأتون مع شعار وإنما يأتون مع عقبة الصمة يعني يخترقون منطقة رجال المع ويصلون إلى وسط المتن السراوي الجبال الغربية بسهولة شديدة جدا وبالفعل وأرسلوا أيضا كتيبة لمشاغلة الأمير محمد بن عيض في شعار وكان الأمير محمد بن عيض قد حشد خمسة وعشرين ألف مقاتل يرد الخبر للأمير محمد بن عيض أنه الأتراك العثمانيين أو حملة رديف باشا قد باتت مسيطرة على منطقة المناطق الجنوبية من السقر وصاروا هم الأتراك العثمانيين أقرب من محمد بن عيض الأمير محمد بن عيض إلى السقر وهذه كانت فرجع اعتباطيا وعبثا رجعوا ومعه هؤلاء المقاتلين وحدثت بينهم معارك في منطقة تسمى الصعيد والسوق معارك ضارية جدا وانتهت إلى أن مقاتل الأمير محمد بن عيض استطاعوا أنهم يتمركزون في السقر حاصرتهم القوات العثمانية وحملة رديف باشا وعلى إثر ذلك بدأ الحصار وكان هناك جملة من الحظوظ التاريخية التي ساعدت العثمانيين في الانتصار في حملة رديف باشا حظ الأول هذا المرشد الحظ الثاني كان أحد المعاقل الكبيرة في بلدة السقر يسمى مسمار كان كل المستودع الموجود في الذخيرة مستودع الحصن أو المعاقل هذا كان مليء بالذخيرة فيقال أنه نزلت شرارة على المستودع وكان فيه مئات المقاتلين المدافعين عنه فانفجر المعاقل بمن فيه وهذا سبب انهيار كبير في المعنويات المقاتلين وعلى أثر ذلك انسحبوا إلى منطقة الحفير وهي مطلة على ريده وكان واضح أن الأمير محمد بن عايض يخطط على أنه تكون ريده هي المعاقل النهائي والخط الدفاعي الأخير وبالفعل حدثت معارك كبيرة في منطقة الحفير لمدة خمسة أيام ثم انسحب الأمير محمد بن عايض إلى ريده يقول العلامة الحفظي في هذا الصدد عن ريده وعن تكوينها وليس يظن أن تغلب عن قلة ولا يلوح في الأذهان أن يظفر عدو بفتحها فسبحان من لا يغلبه غالب ومن في قدرته ضعف المطلوب والطالب ما يلوح في الأذهان عبدا لأنه ليس لهم إلا طريق واحدة فقط القادمة من السجر الطريق الغربية الآتية من البحر مبهمة طرقها معدومة مجهولة بالكامل لا يعرفها إلا النزر اليسير من البشر لكن هؤلاء المرشدين نصحوا محمد رديف باشا بإنزال المعدات الثقيلة في ثغر الشقيق وبالفعل وسحب هذه المعدات عن طريق وادي مربح وبالفعل حين وصلت هذه سحبت هذه المدافع عن طريق الوادي حتى ويقال حتى من ضمن الأحداث التي حصلت أنه كان في تلك الأيام التي في أثناء القتال أو في أثناء حصار ريدة أنه كانت الأمطار غزيرة جداً والضباب كثيفاً للغاية فكان الذين في المعاقل من المدافعين لا يرون شيئاً لا يرون شيئاً وهذا ما جعل محمد رديف باشا يستطيع بسهولة أن ينصب مدافعه في الجبهة الغربية من ريدة ولذلك نجح في نصب مدافعه وباتت ريدة بين شقي ريحة بين قوات العثمانية القادمة من الشرق من السقى من الحفير والقوات الأخرى القادمة من ودي مربح وبالفعل بدأت تدك الحصون تدك الحصون وكانت المعاقل ضخمة للغاية كبيرة جداً وعلى إثر ذلك أنهارت المعنويات بدرجة كبيرة جداً وآمن الجميع المسقطة بات حتمياً فلكن بحسب المصادر الموجودة أنه استخرج فرمان سلطاني يقضي بالعفو عن الأمير محمد بن عيد مقابل التسليم فخوفاً على الأهالي وعلى الناس وكذا سلم نفسه واستسلم لأحمد مختار باشا وهو أحد الجنرالات الموجودين في حملة رديف باشا فوصل رديف باشا إلى ريده وكان متشدداً متعنتاً ففي ليلة من أحدى الليالي بعد التسليم حسب الروايات أنه أقدم على قتل خمسة وثلاثين رجلاً من الأسراء طبعاً الأسراء كانوا بالمئات أسر الستمئة والذين جمعوا في المسجد بحسب مذكرات عاطف باشا يعني حوالي أربعمائة شخص في جامع ريده وعلى إثر ذلك ويقال طبعاً أنه أنه في أثناء الحديث سمع الأمير سعد بن عيض أخو الأمير محمد بن عيض بالتركية أو باللهجة التركية أو باللغة التركية أنه كان حكم عليهم بالإعدام فضرب رديف باشا بخنجر مسموم لكن مثل هذه المعلومات ربما لا تصح أو ربما لا تثبت لا يوجد دليل قاطع صحيح أنه أشير إليها أو أشيري لأنه ضرراً ما لحق بمحمد رديف باشا في المذكرات العثمانيين لكنهم يوضحوا ذلك على إثر ذلك يقتل الأمير محمد بن عيض ويغدر به رديف باشا ويقتل خمسة وثلاثين رجلاً من كبار قياداته ثم يؤسروا ستمائة رجل كان من أشهرهم العلامة أحمد بن عبدالخالق الحفظي ويرسلون إلى الصلطنة العثمانية وكان منذ العلامة أحمد بن عبدالخالق الحفظي نفي إلى منطقة يانيا في ألبانيا كانت تابعة للدولة العثمانية وبقيوا بالمئات هناك كثير منهم توفي في المنفى وبعضهم عاد كان من ضمنهم أحمد بن عبدالخالق الحفظي الذي أرسل قصائد كان يرسل قصائد من ضمنها شكاية مشتاقل لدار ومعقلي وأهل وإخوان وخل ومنزلي إلى أن يقول يشكي غربته ويبتهي لأله سبحانه وتعالى ويطلبه الفرج فيا كاشفاً ضراً لأيوبا إذ دعا ومنجي نبي الله يونسا يا علي ويا راح من يعقوبا من ألم الجوة ويا مخرج الصديق يوسفا بالدلي ويا جاعل النيران برداً جميعها على جسم إبراهيم فرج وعجلي فنحن لك الداعون في كل ساعة ونحن لك الراجون في دفع معظلي ومن تلك الواقع تسقط إمارة الأمير محمد بن عام وتدخل منطقة عسير في فترة زمنية مظلمة علمياً وثقافياً وأمنياً واجتماعياً وحدثت تغيرات كبيرة لنا ستستمر خمسين سنة سبعة واربعين سنة تحديداً سيستمر الوجود العثماني سبعة واربعين سنة بعد هذا التحديد متصل هناك ثورات عارمة جداً لكن هذه الثورات زادت الوضع سوءاً لأنها لم تنجح لم تفلح في نزع الوجود العثماني فأدت هذه الفترة كانت فترة مظلمة حتى علمياً حتى ثقافياً اجتماعياً أمنياً وحدثت تغيرات كثيرة جداً بعكس الفترات السابقة التي بدأت منذ أيام الأمير محمد بن عامر أبو نقطة المدحة بدأ هناك حركة تعليمية هناك حركة ثقافية هناك تأليف هناك هجرات علمية هناك رعيل يردف رعيل من العلماء هذا الآن تقريباً يكاد ينقطع في الفترة الوجود العثماني ولذلك مثلاً سنجد في في فترة الأمير سعيد ومسلط والأمير علي بمجثل ستكون عسير في تلك الفترة وفترة الأمير عائد بن مرعي ملاذاً للكثير من العلماء بأشكال مختلفة من التوجهات والمشارب سنجد مثلاً العلامة مصفر بن جعلان الدوسري حنبل عالم فقيه حنبلي ينزل في وادي العرين بمدينة أبا ويصبح لديه حلقة علمية مشهور سيأتي أحمد بن إدريس من المغرب ويستقر في صبيع ويقوم الأمير علي بمجثل بكفايته المالية سيأتي أحمد ابن أحمد النعمي من علماء صعده ويستقر أيضاً في أبا عبدالله بن سرور الحمداني وهو أيضاً من علماء نجران سيستقر في مدينة أبا هناك أيضاً محمد بن يحيى الضمدي من أهل مهالي ضمد فقيه شافعي يستقر أيضاً في وادي الصليل برجال ألمان كل هؤلاء صارت منطقة عسير لماذا؟ لأنها كانت خارج السيطرة العثمانية وكانوا من مشارب مختلفة ولذلك لا غرابة نجد مثلاً مناظرة مشهورة في حضرة الأمير علي بن مجثل بين أحمد بن إدريس العلامة المتصوف وبين علماء عسير المتأثرين بالوعي السلفي وهم ثلاثة علماء ناصر الكبيبي العلامة ناصر الكبيبي حنابلة والعلامة عبد الله بن سرور الحمداني والعلامة عباس الرحيدي وسيحدث بينهم في حضرة الأمير علي بن مجثل نقاشات عريضة عن شواغلي تلك الفترة فكرياً عن التوحيد في المسائل العقدية عن التأويل في مسألة التأويل في النص القرآني عن مسألة الأصول التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية عن كثير من المسائل التي كانت تمثل شواغل ذلك العصر عن الموقف من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكانت مناظرة في غاية الأهمية وتعكس وتعكس أيضاً تعكس أيضاً حتى وعي سياسي من الأمير علي بن مجثل بأنه كان يستوعب الجميع رغم أنه كان مشهور بالديانة بنفس الوقت وكان علماء عسير في تلك الفترة يعني على أشكال مختلفة حتى في وين كان يسود عليهم طبعاً الوعي السلفي لكن كان في ذلك الوقت كان هناك صقور وحمائم كما يقال كان هناك وناس يعني يعني يأخذون الوعي السلفي بكل حمولاتي وهناك أناس متخففين إلى حد ما يستوعبون أو كذا ففي فترة الأمير عايض بن بري الأمير محمد بن عايض ومن قبلهم حتى كانت هناك قصائد شعرية نثريات تأليف في التاريخ في الأنساب في العقيدة هناك كتاب مشهور اسمه تحقيق التجريد شرح كتاب التوحيد في مجلدين للعلامة هادي بن محمد العجيل هناك تفسير البراء الكريم للعلامة أحمد بن عبدالخالق الحفظي وكان هناك العلامة محمد بن يحيى النعم يألف كتاباً في الفقه الشافعي وهناك العديد من السمات الحياة العلمية الجيدة تدخل عسير في نفق مظلم الآن ويصبح الوجود العثماني يستمر 47 سنة تقوم ثورات عديدة ثورة أشهرها ثورة الأمير ناصر بن عايذ ولم تنجح توفي سنة 1299 ثم تقوم ثورة عارمة يقودها الأمير علي بن محمد بن عايذ ابن القتيل وهذا الرجل ثائر استمر لمدة حوالي 25 سنة ثائر من سنة 1299 أو في آخر في ذا الحجة من سنة 1298 حتى تقريباً وفاته في سنة 1226 حاصر أبها قطع خطوط الإمدادات العثمانية حصر الوجود العثماني فقط في ثكاناته العسكرية خرجت كثير من مناطق عسير خارجه عن الوجود العثماني لكن ماذا سبب ذلك؟ سبب ذلك وجوداً أمنياً ضعيفاً وحشاً صار هناك تنازع تنازع بين العادة في تلك الفترة الحالكة تضخمت القبيلة بشكل كبير جداً وهذا وهذا ملاحظ في تلك الفترة نزاعات قبلية رجعت ولم تكن موجودة لأن السلطة المحلية التي كانت موجودة في عسير كانت قوية وكانت تستطيع أن تلم الجميع الزعماء القبليين أصبحوا أكثر حضوراً ونفوذاً من ذي قبل لأن الناس لم يكنوا يؤمنون أصلاً بالوجود العثماني كوجود شارعي فانكفأوا على مكوناتهم أصبح الزعيم القبلي له دور كبير الوجود العثماني نفسه ضخم دور القبيلة ودور شيخها باعتبار أن السيطرة على شيخ القبيلة يسيطر على القبيلة تغيرت كثير من التركيبة الاجتماعية التي كانت موجودة في تلك الفترة توفي الأمير علي بن محمد بن عايض مسموماً بأصح الروايات سنة 1326 وخلال ذلك بعده ببضعة أشهر تندلع الثورة الأدريسية المشهورة في صبيل ووقتها كان الأمير علي بن محمد بن عايض وهو لا يعلم بأنه أضعف الوجود العثماني في كل مناطق عسير والمخلاف السليماني وخرجت تقريباً منطقة المخلاف السليماني كانت خارجة تماماً تقريباً إلا في مدينة جيزان فقط الثغر البحري وعلى ذلك يثور السيد محمد بن عايض إدريسي ويستمد إيطاليا من خلال تعاون معها وكان رجل طحالاً في بداية حياته وكان له نفوذ رمزي كبير جداً ورثه عن أسلافه جده الأعلى أحمد بن إدريس الذي قدم من المغرب وهو صاحب الطريقة الأحمدية المشهورة في التصوف وسيكون له حضور كبير وسيحاصر أو سيقوم بمشروع سياسي يحاول ومن خلاله تصفية الوجود العثماني في منطقة عسير بالكامل والمخلاف السليماني وهذا الوقت كانت الدولة السعودية الثانية في هذا التحديد في أثناء ثورات الأمير علي بن محمد بن عايض يبدأ مشروع الملك المؤسس ملكة العزيز نعم يبدأ مشروع ليش الثانية مستطاعت أنها تضم عسير في تلك الفترة ذكرنا أن الإمام فيصل بن تركي كانت علاقة متميزة جدا بأمر عسير لكن بعد وفاة الإمام فيصل بن تركي كان الإمام الشرعي هو الإمام عبد الله بن فيصل حدث نزاع بين الإمام عبد الله بن فيصل وبين الإمام سعود واتجه الإمام سعود إلى الأمير محمد بن عايض يطلب عونه فالأمير محمد بن عايض رفض أن يتدخل وجده الرسائل ومراسلات من الإمام عبد الله إمام عبد الله بن فيصل تطالبه بعدم التدخل وهذا الذي فعله كان الأمير محمد بن عايض حريص على رأب الصدع بين الأخوين لكن في نهاية المطاف التجى الإمام سعود إلى بعض القبائل في نجران واتكى عليها في صراعه مع الإمام عبد الله بن فيصل ولذلك لم يتمدد نفوذ الدولة السعودية الثانية إلى مناطق جنوب وغرب الجزيرة العربية كانت خريطتها السياسية أقل لحد ما من الدولة السعودية الأولى لكنها كانت قوية جدا في وسط الجزيرة العربية وفي شرقها الآن جاء المؤسس الملك عبد العزيز نعم كيف كان الوضع في عسير؟ حين قام الملك عبد العزيز بمشروعه الوحدوي كان الوقت الأمير علي بن محمد بن عايض كان يثور يقدم ثورته وحاصر أبها بحوالي 25 ألف مقاتل لكن العثمانيين كانوا قد بنوا كثير من المعاقل مهمة جدا ولا زالت موجودة القلاع العثمانية الموجودة في منطقة عسير في مدينة أبها تحديدا ولذلك كان من الصعب جدا اقتحام المدينة وفشل الحصار وبعدها توفي الأمير علي بن محمد بن عايض مصموما في بلدة الحرمة له تسمى وهي موقع حصين جدا 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 كان أراد من خلاله أن يكون في من أنتام الوجود العثماني خلال ذلك الملك عبد العزيز كان يقوم بمشروعه الوحدوي ويتمكن بنجاحات باهرة جدا في السيطرة على منطقة نشد ثم يمد نفوذه دائما وهذه قاعدة تاريخية في الحركة التاريخية السعودية أنها كانت حين تخرج من منطقة نشد تذهب مباشرة صوب الأحسان هذا حدث في الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة ولأسباب كثيرة جدا استراتيجية واقتصادية إلى آخره وجغرافية أيضا ولذلك الملك عبد العزيز يسيطر في سنة 1913 على منطقة الأحسان ويطرد أو يسترد الأحسان من الوجود العثماني ويصبح يطل على الخليج ويصبح أقوى قوة سياسية موجودة على الخليج العربي وهذا ما جعل بريطانيا ترضخ لأن تعقد معه اتفاقية في سنة 1915 وعلى أثر ذلك بعد ذلك الملك عبد العزيز وبعد أن حصر إمارة آل الرشيد في حال يبدأ يتجه صوب غربا في هذه الأثناء كانت الحرب العالمية الأولى الحرب العالمية الأولى على وشك أو بدأت فكان إدريسي وقته كان قد اصطفى مع الإيطاليين ثم مع الإنجليز لاحق الشريف إحسين في أثناء الحرب العالمية الأولى كانوا يعتبروا رجل بريطانيا الأول في الإزارة العربية وقام بثورته في سنة 1916 الأمير حسن أو نائب المتصرف العثمانيين أوجدوا سياسة بعد ثورات الأمير علي بن محمد بن عايد وهي احتواء أفراد هذه الأسرة أي أسرة؟ أسرة العايد السبب في ذلك رغبة في الإمساك بالمجتمع والسبب في ذلك للتفرغ لجبهات القتال خاصة مع قيام التكتلات إرخاصات الحرب العالمية الأولى فكان من ضمن هذا التعيين أن عينوا الأمير حسن بن عايد معاونا للتصرف الأمير حسن بن عايد تاريخه أو تاريخه العائلي مع العثمانيين كان سيء للباح هم الذين يعني أودوا بحياة أبيه وجده وجده الأعلى أيضا الأمير عايد بن عايد قاومهم وقاومة شريسة جدا لكن مع ذلك بسبب ضغط الظروف رأى الأمير حسن بن علي أنه يراهن على العثمانيين خاصة أنه خصمه اللدود الإدريسي في صبية والذي بات متنفذا في منطقة المخلاف السليماني بات منحازا أو له علاقة وطيدة بالقوى الامبريالية مثل إيطاليا أو بريطانيا وكذا وعلى إثر ذلك في خلال هذه الفترات الملك عبد العزيز يتقدم غربا ويسيطر على منطقة تربة أو تحدث بينه وبين الشريف حسين واقع تربة المشهورة سنة 1337 والتي على إثرها تحطمت الكثير من قدرات العسكرية للشريف حسين وبان أن الملك عبد العزيز هو الرجل الأول في المنطقة في الجزيرة العربية أنا باك خلال هذه الفترة في سنة 1337 في نفس العام في نفس العام توقع اتفاقية موندروس وتعلن الدولة العثمانية انسحابها من أراضي الجزيرة العربية وبمقتضى هذه الاتفاقية يستقل الأمير حسين بن علي بمنطقة العسكرية الأمير حسين بن علي قامت إمارة أسلافه سابقا على فكرة ماذا؟ على فكرة المقاومة وهذا هو العقد الاجتماعي الذي قامت عليه هذه الإمارة الأمير حسين بن علي الآن يتخلى عن هذا العقد الاجتماعي فيسقط شعبياً مقاومة العثمانية نظر إليه على أنه أحد أذرع الوجود العثماني في عسير ويبدأ من أجل هذا السبب تحديداً وكان في نفس الوقت هو جاء في مرحلة صعبة جداً كان من ضمنها مثلاً أن القبائل تضخمت بدرجة كبيرة خلال تقريباً 47 عاماً نضت أصبح لهم حضور كبير وأصبح الشعبية سقطت وشعبية أسلافه أنتهت فعلى إثر ذلك الأدريسي يصبح له علاقات متينة بالعديد من الأهالي والعديد من المؤثرين في المجتمع ينسح بالوجود العثماني من عسير بمقتضى الاتفاقية التي عقدتها مع الحلفاء وتعلن هزيمتها في عام 1918 تقريباً وعلى أثر ذلك يأتي الأدريسي ويحاول السيطرة على منطقة عسير ترسل الجيوش الأمير حسن طبعاً وقع اتفاقية لأنه كان ضعيفاً للغاية وقع اتفاقية سمى اتفاقية صبيع مع لدريسي بمقتضاها يكون نائباً في عسير للسيد لدريسي مقابل أن يحصل على لأنه كانت الخزينة فارغة تماماً لكن في تلك الأثناء كان هناك جناح في إمارة الأمير حسن يرى أن التفاوض مع الشريف حسن أشدى وأفضل فهذا الجناح غلب في النهاية هو وقع اتفاقية مع الشريف حسن كم من ضمن البنود الاتفاقية التي وقعها الأمير حسن مع السيد لدريسي أنه لابد من تسليم الذخيرة العثمانية وكان العثمانيون قد تركوا العديد من الذخائر العسكرية والحربية في أبها يعني كما يقال وهذا فعلوه مع الإمام يحيى حميد الدين في اليمن كامتنان لوقوفه مع العثمانيين في الحرب العالمية الأولى ومع ذلك الادريسي أراد أن يصيدر على منطقة عسير ويحاكم الأمير حسن بمقتضى هذه الاتفاقية نلابد من تسليم الذخيرة بمقتضى اتفاقية صبيرة رفض الأمير حسن صعدت الجوش صعدت عن طريق اثنين طريقين وكان الإدريسي كان قد سيطر على كامل تهامة عسير والمخلاف السليماني وتهامة اليمن وكان في تلك الفترة يختم خطاباته بإمام عسير والأمير حسن يختم خطاباته بأمير عسير وهذه من المفارقات وعلى إثر ذلك ترسل الجيوش وواضح أنه الكفة كانت في صالح السيد الإدريسي تصعد الجيوش من البطحة في جنوب أبها ثم يصعد الجيش الثاني من عقبة الصمة من شمال غرب أبها وواضح أنه كان نقطة التقاء الجيشين مدينة أبها المفارقة أن الأمير حسن انتصر انتصاراً كبيراً الجيش الذي قدم من الصمة ثم سير الجيش الآخر سير المنتصرون ساروا إلى لقاء الجيش الآخر القادم من جنوب مدينة أبها وانتصروا انتصاراً كاسحاً على ذلك الجيش رغم أن بريطانيا أمدته بعديد من المقاتلين الصوماليين من القرن الإفريقي لكنه غزم وخرج الأمير حسن منتصراً من هذه المعركة بأقل الخسائر وبمفارقة وطبعاً لها تعليلات كثيرة اجتماعية ربما أنه الأهالي أو بعض الأهالي الذين كانوا مع السيد الإدريسي لم يروا لم يروا أو لم يستسيغوا أبداً أن يرفعوا بنادقهم تجاه الأمير حسن ومقاتله باعتبار أنهم مجتمعاً واحداً يعني في النهاية باعتبار أنهم مجتمعاً واحد يعني صعب جداً الحاصل أنه وقت الأمير الملك عبد العزيز سيطر على بيشة كانوا سيطراً على وهو بيشة تعتبر البوابة الشرقية الشمالية لمنطق العسين خلال ذلك الأمير حسن بدأ يعد الجيوش للنزول إلى صبع لاستئصال النفوذ السيد الإدريسي وقتها السيد الإدريسي شعر أنه في مأزق حقيقي الإمام يحيى حميد الدين في اتهامة اليمن وأمير عسير ينتظر عليه في السراع ويبدأ يعد جيوشه فاستنجد بالملك عبد العزيز استنجد في وقتها في خلال هذا التوقيت وكانت علاقته بالملك عبد العزيز سريد الأمير حسن بن هالي أقدم على خطوة ربما لا تكون أنا أشرح ولا أحوانا أفسر ربما تكون غير موفقة أو أقدم على تصفية حساباته مع الأعيان أو الأهالي الذين وقفوا مع السيد الإدريسي في أثناء صراعه فقام بعمليات عسكرية وغارات عسكرية تجاه عدد من الجهات والمناطق وهذا ما أدى إلى إلى تفاقم الوضع في داخل منطقة عسكرية وهذا هو السبب الذي الذي ظهرت فيه العديد من المصادر التاريخية الحديثة التي تقول بأنه أن الأمير حسن كان ظلوماً غشوماً وأنه كان هناك نوع من الشطط في سياسته تجاهها هو نظر إلى هؤلاء الناس بأنه موقفوا مع السيد الإدريسي فلم يرى لابد رأى أنه لابد من تنكيلهم ومحاسبتهم أظناء في السراء نعم وعلى إثر ذلك على إثر ذلك استنجت السيد الإدريسي السيد الإدريسي من دهات الرجال داهية أمير داهية ولذلك بعث برسالة إلى الملك عبدالعزيز يستنجده وفي نفس الوقت كأنه كان يطالب أو يؤشر أو يذكر أن الأمير حسن قد جمع بين الأختين جمعاً بين الأختين والغرض من ذلك هو تحريض المقاتلين الذين كانوا مع الملك عبدالعزيز الأخوان السعوديين تحديداً الذين كانوا متبنين كانوا يعتبرون متبنين تبنياً كاملاً لدعوة الشيخ محمد الله وعلى إثر ذلك بسبب هذه التحريض طبعاً وهذا غير صحيح واقعياً ولمير حسن بن عيد تزوج امرأة ثم ماتت ثم تزوج أختها لكن السيد الإدريسي حرض عليه دينياً وقال بأنه جمع بين الأختين وارتكب محظوراً شرعياً إلى آخره تقدم جيش الملك عبدالعزيز يقود الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في سنة 1338 الأمير حسن أرسل رسالة بليغة جداً إلى الأمير عبدالعزيز بن مساعد ونشرت وكانت شفافة للغاية وتبين حجم العلاقة وأن المصادر التاريخية التي تبين أن العلاقة غير جيدة ليست دقيقة كان من ضمن الكلام الذي يقوله وتعلمون بارك الله فيكم ما بين الحمولتين آل عائد بن مرعي وآل سعود من التناصر على الحق والتآزر على الدين ونبين لكم بأننا يا رجال عسير نؤمن بالله وبرسوله وباليوم الآخر ونحل الحلالة ونحرم الحرام ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ومن قال غير هذا القول فقد افترى على الله وأهله وفقد افترى على الله ولابد أن يظهر الله الصدق وأهله ويكبت السوء وأهله هو يريد أن يطمن الملك عبدالعزيز أنه من الناحية أول أمير عبدالعزيز بن مساعد قائد جيش الأخوان بأنه من الناحية الدينية ليست لديها أي شكالات كما ذكر في الرسالة أيضا مثالبه على السيد الأدريسي بما يوحي بأن الأمير حسن كان لديه بعد ديني يقول بما نصه وسأل الأدريسي الذي خرج النصارى الطليان في أرض بهذا المصطلح وهذا يعكس أيضا تدينا الملك عبدالعزيز كان ينظر إلى منطقة عسير ليس إلى منطقة عسير فحسب كان ينظر إلى بعد من ذلك هو مشروع وحدوي في نهاية المطاف كان لابد من السيطرة على منطقة عسير لتسيطر على منطقة الحجاز وتضع صدها لليمن كانت هذه نقطة مفصلية ولا مساومة فيها ولذلك والأمير حسن بن علي فيما يستقرأ من النصوص والمصادر لم يكن لديه إشكال في الانضمام في كنف الملك عبدالعزيز لم يكن لديه إشكال لكن كان هناك جناح متشدد في إماراته في إماراته معارض لهذه الفكرة وللأ الأمير حسن بن عيث كان يؤثر السلامة فهذا الجناح هو الذي أصر على لابد من مقاومة جيش الملك عبدالعزيز وبالفعل تحدث بين الطرفين معركة المشهورة تسمى معركة حجلة وهي معركة كانت فيها البسالح حاضرة من الطرفين وكان المهاجمون شجعانا وكان المدافعون أيضا شجعان وانتصرت في نهاية المطاف الوحدة المطنية انتصر في نهاية المطاف مشروع الملك عبدالعزيز وانتصر في رأيي في مشروع الملك عبدالعزيز الذي هو المصلحة الوطنية مصلحة المنطقة بشكل عام برمتها وعلى إثر ذلك يتم دخول مدينة أبهى السيطرة على مدينة أبهى على إثر ذلك أيضا تحدث مفاوضات مفاوضات مباشرة بين الأمير حسن والأمير عبدالعزيز بمساعد ويتفق الرجلان على أن يذهب الأمير حسن إلى الملك عبدالعزيز وبالفعل ذهب الأمير حسن إلى الملك عبدالعزيز وأعطى الأهالي الأمان وبدخلت أبهى في كنف الملك عبدالعزيز وعلى إثر ذلك حددت الحدود وقتها حدود طبعا بحسب مرحلتها التاريخية مع السيد الأدريسي السيد الأدريسي بقيت معه جزء من منطقة اتهامة عسير خاصة اتهامها الجنوبية ما يتعلق برجال المعو تلك المنطقة ومنطقة قناة والبحر وكذا في حين أن ملك عبدالعزيز يسيطر على منطقة عسير اتهامية الشمالية فضلا عن السرة محايل وبارك وتلك المناطق وعلى إثر ذلك يبدأ نفوذ الملك عبدالعزيز يتوتط في بلاد عسير وعلى إثر ذلك أيضا لا تنتهي المسألة إلا هذا الحد لأن السيد الأدريسي يتوفى بعدها بثلاثة أعوام سنة 1341 وتدخل الإمارة الأدريسية في صراع أو في حرب أهلية تنافس السلطة بين مصطفى الأدريسي وبين الإمام الذي خلف والده هو الإمام علي وعمه أيضا الإمام الحسن ويصبح هناك صراع مرير جدا ويضعف منطقة المخلاف السليماني إلى درجة أن الإمام يحيى حميد الدين يسيطر على منطقة اتهامة اليمن التي كانت خاضي أهل النفوذ السيد الأدريسي يسيطر على كل هذه المناطق حتى تقريبا ميدي أو حرف ويعد جيوش للسيطرة على إمارة السيد الأدريسي نفسها لكن في هذه الأثناء يعتل السلطة الحسن الأدريسي والملك عبد العزيز يعقد اتفاقية في سنة 1345 1925 تسمى اتفاقية مكة المكرمة والتي هي هي مضمونها الحماية الملك عبد العزيز لهذه الإمارة حمايتها وأرسلها طبعا مندوبا كان مندوبا الأول واحد اسمها صالح بن عبد الواحد ثم عبد الله الخثلان ثم تقريبا ربما يكون حمد الشوئل كم كان لقاء لأمير حسن مع الملك عبد العزيز ودية كان ودية للغاية وكان وكان الملك عبد العزيز الملك عبد العزيز طبعا معروف بسماحته بسماحته الشديدة جدا والحوادث في ذلك طافحة كثيرة من أهمها مثلا حادثة جبل العرو اللي حدثت عام 1350 تبين سماحة الملك عبد العزيز كيف حدثت؟ في عام 1350 اعتدت القوات اليمنية على جبل العرو وسيطرت عليه بالكامل فالملك عبد العزيز أرسل رسالة لإمام يحيى حميد الدين فيها نوع من الاستياء وفيها نوع من التساؤل عن هذا الفعل وأنه لابد من التحقيق في المسألة فالإمام يحيى حميد الدين بعثها برسالة أخوية الملك عبد العزيز يقول فيها أنه هذا الأمر نحن نحكمك الملك عبد العزيز في هذه المسألة فالملك عبد العزيز قال له بالحرف أنه جبل العرو خلاص أصبح لك وأعطي جبل العرو لكن حتى وإن كان الملك عبد العزيز متسامحا للغاية لأنه كان لم يأتي يعني في القرن العشرين في المنطقة العربية شخص مثله يعني بقدر ما أنه أعطى الإمام يحيى حميد الدين جبل العرو إلا أنه كان ذلك الجبل بمثابة الحد بأنه ذلك الجبل منه وشمالا سيكون للملك عبد العزيز فكان يعني يضمر أيضا بعدا سياسيا ودهان سياسيا كبيرا للغاية كيف كان الدور؟ لأنك انت ذكرت في الوداية أنه كان دور عسير في الدولة السعودية الأولى مهما في حصول الوصول للحجاز الذي قاد الذي قاد بعد الذين هزموا في معركة حجلة باتوا طلائع لقوات السعودية التي تحاصر الرغامة وصارت أكثر المؤن تصل من منطقة عسير في عهد الملك عبد العزيز الذين حاصروا الرغامة كان أكثرهم من الذين قاتلوا مع الأمير حسن بن علي الناس كانوا يريدون يا أخي عبد الرحمن كانوا بحاجة إلى مشروع سياسي جامع له وهذا لم يكن يتحق والملك عبد العزيز شخصية استثنائية لنتذكر ينظر دائما الملك عبد العزيز في سياق عسكري وهذا أنا أعتبره خطأ كبير جدا وليس فقط في سياق عسكري الملك عبد العزيز رجل التحديثي من الطراز الأول لم يمأسس الدولة إلا الملك عبد العزيز جميع الوزارات جميع الوزارات أسست وحدثت في عهد الملك عبد العزيز التعليم الذي كان تعليما أهليا تمت مأسسته في عهد الملك عبد العزيز حتى التعليم الجامعي كلية الشريعة في مكة المكرمة كانت في عهد الملك عبد العزيز التي كانت نواة لجامعة الملقرة الطرق شبكة الطرق البرية شبكة الطرق النقل الجوي حتى الطائرات الشرطة وزارة الدفاع كلها مأسست لذلك الملك عبد العزيز كان يفوق أصلا وكان ينظر للغيم من ستر الرقيق بلا شك وكان في بعض الأحيان يقف المرء مدهوشا من عدة مسائل ويحار في مسألة التفسير من يصنع من؟ هل الظرف هو الذي يصنع البطل؟ أو البطل هو الذي يصنع الظرف؟ لأنه علاقة جدلية هل الظرف هو الذي يصنع البطل؟ كما يقول الماركسيون أمن البطل لديه صفات فطرية خارقة يستطيع أن يجيل الظروف؟ كما تقول فلسفة واحد كارليل بسكوتلندي واحد من أقطاب الفكر والفلسفة في القرن التاسع عشر ميلادي أنا في رأي أن الملك عبد العزيز تجتمع فيها الفلسفتان ملك عبد العزيز بقدر ما أنه بقدر ما أنه ظروف ظروف المجتمع الحافة به عمقه التاريخي غربته في الكويت معرفته التاريخية واضح أنه من خلال سير معارك أنه كان ينظر للتاريخ أيضا كما ينظر للمستقبل إضافة إلى قيادته وصفاتها الفطرية هي التي جعلته يعني يجير هذه الظروف يجير هذه الظروف وأيضا الظروف نفسها أيضا ساعدت في تشكيل يعني شخصية بطل مثل شخصية الملك عبد العزيز لنتذكر ونستحضر النور أنه المجتمع كان في حاجة ماسة جدا سواء في الحجاز أو في نجد أو في الأحساء أو في شمال المملكة أو في جنوب المملكة إلى شخصية مثل شخصية الملك عبد العزيز ويعني كل من نظر إلى شخصية الملك عبد العزيز وما فعله كان يشعر أنه الظروف كبيرة جدا لا يمكن تجاوزها وكان الملك عبد العزيز يتجاوزها ولنتذكر أنه خطورة وجود الملك عبد العزيز في تلك المرحلة أنه خطورة مع بداية نشوء النظام الدولي والتنافس العثماني البريطاني المرير على الجزيرة العربية مع ذلك تخيلوا أن الملك عبد العزيز نجح نجاحا باهرا يعني لكم أن تتخيلوا أنه لم يصادق الأتراك وفي نفس الوقت لم يعادل إنجليز وحين صادق مثلا أو كانت علاقاته المتينة مع الإنجليز إلا أنه في أثناء الحرب العالمية الأولى لم يطلق طلقة واحدة على العثمانيين يعني كان الملك عبد العزيز يجيد وضع كيانه السياسي ومشروعه السياسي ونفوذه السياسي في الموقف الصحيح وكان ملهم بلا شك فكل هذه المسائل الملك عبد العزيز حتى في مسألة ما يخص توحيده لمناطق جنوب المملكة يعني حين فرض الحماية والاتفاقية في سنة 1345 أوعز الإمام يحيى حميد الدين بأنه فرض اتفاقيته وأنه الأمر انتهى وأنه يحتاج إلى تحديد الحدود مع ذلك لم يستمر الوضع طويلا إدارة إدارة المخلاف السليماني كانت خاضعة للحسن لدريسي لكنها إدارة ضعيفة وهشة جدا والإمام يحيى حميد الدين يتطلع إلى مد نفوذة بأي شكل وينظر إلى الإدريسي على أنه مغتصب ينظر إليه على أنه منطقة يمنية تم اغتصابه وينظر إلى الإدريسي على أنه دخيل حكم منطقة المخلاف السليماني وعلى أثر ذلك تقوم لأنه الملك عبد العزيز أصلحا بمقتضى الحماية أصبح محادا للإمام يحيى حميد الدين تبدأ الوفود والمراسلات ومطالبة الملك عبد العزيز بالحدود من يطلع على الكتاب الأخضر مثلا اللي هو المتعلق بالحدود سيدهش من صبر الملك عبد العزيز وكيف أن الملك عبد العزيز حتى في رسائله اللي كانت تحمل ودا كبيرا لإمام يحيى حميد الدين يحاول وقدر الإمكان التسوية في حين أنه كان هناك مماطلة كبيرة جدا من الجانب اليمن كانت واضحة إلى بلا شك وكان الملك عبد العزيز في كثير من اللحظات كان متسامحا للغاية حتى إذا جاء تقريبا عام 1300 و51 يتمرد الحسن الأدريسي بإعاز من الإمام يحيى حميد الدين وباتفاق مع حزب الأحرار الهاشمي ترسل حملة عسكرية يقودها الأمير عبد العزيز بمساعد وهؤلاء الذين قاتلوه في أبهر هم الذين كانوا أيضا معه في هذه الحملة يوحدون منطقة المخلاف السليماني ويبنون هذا الكيب يبنون هذا المشروع يصلون إلى منطقة المخلاف السليماني ويفرض الملك عبد العزيز سيطرته ويعلن تأسيس المملكة العربية السعودية على إثر ذلك أو توحيد المملكة العربية السعودية في تلك الملابسات ويرسل الإمام يحيى حميد الدين الحسن لدريسي المتمرد يذهب إلى منطقة اتهامة اليمن ويستقر في زبيت يرسل الإمام يحيى حميد الدين للملك عبد العزيز يقول أن الحسن لدريسي ومن معه هم في ضيافة الملك عبد العزيز يطالبه بضرورة استرداد هذا المحدث السياسي لأنه أحدث وهذا بمقتضى اتفاقية العرب في أحد بنودها عام 1350 تقريبا أنه لابد من تسليم أي محدث سياسي والرجل محدث فرفض الإمام يحيى حميد الدين وقال بل بالعكس نحن نطالبك يا ملك عبد العزيز أن تقوم بكفايته وكفاية من معه اللي هو الحسن لدريسي وواحدة يعني منذ تقريبا من فترة طويلة جدا في أثناء المفاوضات مسألة الحدود نجران عودة الحسن لدريسي الأدارسي حين وقعت اتفاقية الطائف في سنة 1353 أرجع الحسن لدريسي وممعه وكانوا وقتها تلك السنين كانوا بمخصصات من الملك عبد العزيز والملك عبد العزيز لاحقا حين أتوه عفى عنهم وأقام أكثرهم تقريبا في مدينة الطائف وعلى أثر ذلك تقريبا انتهت مشكلة الحدود السياسية مع اليمن باتفاقية الطائف في سنة 1353 1934 وعلى أثر هذا أنت يلحق الله يحفظكم شكرا جزيلا الله يحفظ الله يسعدكم الله يحفظ بارك فيه شكرا لك شكرا لكم شكرا لأيمان الحمادي ونواف الحربي في إعداد الحلقة ووحاب موسى في التصوير وضياد دين مدني في الهندسة الصوتية وأنس الخليل في تحرير هذه الحلقة في إدارة محتوى التواصل الاجتماعي نورا السبيعي وعبد المجيد العطاس في التلويل هذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية لنشر التوزيع ننشر كل الإنتاج بحب مدينة الرياض الأسبوع المقلم على المترجمات لك في القناة شكرا